الوجه الاول يبدأ حانا وهذا هو الشريط الواحد والاربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث الالمية والافتاء لازلنا مع العقيدة وهذا هو الشريط الاول في المجموعة الخامسة عنوان هل الانسان مسير ام مخير السؤال يقول فهمني باجاز عن التصيير والتخيير جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الانسان مخير ومسير اما كونه مخير فلان الله سبحانه اعطاه عقلا وسمعا وبصرا وارادة فهو يعرف بذلك الخير من الشر والنافع من الضعر ويختار ما يناسبه وبذلك تعلقت به التكاليف من الامر والنحل واستحق الثواب على طاعة الله ورسوله والاعقاب على معصية الله ورسوله واما كونه مسيرا فلانه لا يخرج بافعاله واقواله عن قدر الله ومشيئته كما قال سبحانه ما اصاب من نصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير وقال سبحانه لمن شاء منكم ان واستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين وقال سبحانه هو الذي يسيركم في البر والبحر الاية وفي الباب ايات كثيرة واحاديث صحيحة كلها تدل على ماذا ترنى لمن تأمى الكتاب والسنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال مضمونه ان نقاشا دار بين جماعتين في ان الانسان مسير او مخير ويطلب الافادة على الصواب في ذلك على ضوء الكتاب والسنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اولا ثبت ان الله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلم وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن الى يوم القيامة وعمت مشيئته وقدرته كل شيء بيده الامر كله لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ولا را رد لما قضى وهو على كل شيء قدير وقد دل على ذلك وما في معناه نصوص الكتاب والسنة وهي كثيرة معروفة عند اهل العلم ومن طلبها من القرآن ودواوين السنة وجبها من ذلك قوله تعالى ان الله بكل شيء عليم وقوله الله خالق كل شيء وقوله إما كل شيء خلقناه بقدر وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن برأها إن ذلك على الله يسير وقوله ولو شاء ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها الآية ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما خث على الذكر به أعقب الصلاة من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يانفع ذا الجد منك الجد وكذا ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه من سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فهذه النفوص وما في معناها تدل على كمال علمه تعالى بما كان وما هو كائن على تقديره كل شؤون خلقه وعلى عموم مشيئته وقدرته ما شاءه سبحانه كان وما لم يشاء لم يكن ثانيا ثبت أن الله حكيم في خلقه وتبيره وتشريعه رحيم بإباده وأنه تعالى أرسل الرسل عيهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب وشرع الشرائع وأمر كل منهم أن يبلغها أمته وأنه تعالى لم يكلف أحدا إلا وسعه رحمة منه وفضلا فلا يكلف المجنون حتى يعقل ولا الصغير حتى يبلغ وعذر النائم حتى يستيقظ والناسي حتى يذكر والعاجز حتى يستطيع ومن لم تبلغه الدعوة حتى تبلغه رحمة منه تعالى وإحسانا وثبت عقلا وشرعا الفرق بين حركة الصائد على سلم مثلا والساقق من سطح مثلا فيؤمر الأول بالمضي إلى الخير وينهى على المضي إلى الشر والاعتباء بخلاف الثاني فلا يليق في شرع ولا عقل أن يوجه إليه أمر أو نهي وثبت الفرق أيضا بين حركة المرتائش لمرضه وحركة من ليس به مرض فلا يليق شرعا ولا عقلا أن يوجه إلى الأول أمر ولا نهي فيما يتعلق في الرعشة لكونه ملجأا مضطرا إليها بل يرسى لحاله ويسعى في علاجه بخلاف الثاني فقد يحمد كما في حركات العبادات الشرعية وقد ينهى كما في حركات العبادة غير الشرعية وحركات الظلم والاعتداء فتكليف الله عبادة ما يطلقون فقط وتفريقه في التشريع والجزاء بين من ذكروا وأمثالهم دليل على ثبوت الاختيار والقدرة والاستطاعة لمن كلفهم دون من لم يكلفهم ثم إن الله تعالى حكم عدل علي حكيم لا يظلم المثقال ذرة جواد كريم يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات ثبت ذلك بالفعل الصريح والنقل الصفير فلا يتأتى مع كمال حكمته ورحمته وواسع مغفرته أن يكلف عباده دون أن يكون لديهم إرادة واختيار لما يأتون وما يدرون وقدرة على ما يفعلون ومحال في قضائه العادل وحكمته البالغة أن يعذبهم على ما هم إلى فعله ملجأون وعليه مكرهون وإذن فقدر الله المحكم العادل وقضاؤه المبرم النافذ من عقائل الإيمان الثابتة التي يجب الإذعان لها وثبوت الاختيار للمكلفين وقدرتهم على تحقيق ما كلفوا به من القضايا التي صرح بها الشرع وقضى بها العقل فلا منص من التسليم بها وردوخ لها فإذا اتسع عقل الإنسان لإدراك السر في ذلك فليحمد الله على توفيقه وإن عجز عن ذلك فليفوض لله وليتهم نفسه بالقصور في إدراك الحقائق فذلك شأنه في كثير من الشؤون ولا يتهم ربه في قدره وقضائه وتشبيعه وجزائه فإنه سبحانه والعلي القدير الحكيم الخبير سبحان ربك رب الإزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وليكف على الخوض في ذلك الشأن خشية الزلل والوقوع في الحيرة وليقنع عن ربا وتسليم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما حاموا حول هذا الحماء فقالوا يا رسول الله آف لا نتكل فقال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له روى البخاري من طرق عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في باقي الغرقب في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلم اتكل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى إلى قوله تعالى للعسرى رواه أيضا مسلم وأصحاب السنن وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم توفيق الله العبد للإيمان سؤال هل يوفق الله تعالى العبد للإيمان اتداءه أم العبد يختار الإيمان والله يوفقه ويمده وهل يخذر الخالق العبد اتداءه قبل اختياره للكفر أم العبد يختار الكفر ثم يخذله الله هل علم الله بسابق علمه الأزلي بأن من عباده من سيختار الهدى بملء إرادتهم وطوائهم واختيارهم فكتبهم من أهل السعادة قبل أن يخلقهم وأن من عباده من سيختار الضلال بملء إرادتهم وطوائهم واختيارهم فكتبهم من أهل الضلال أم الأمر تقدير مع التسليم بأن الله تعالى عادل حكيم علم يفعل ما يشاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد بعث الله سبحانه الرسل وأنزل عليهم الكتب مبشرين ومنذرين إلى جميع الأمم لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وعفق من شاء من عباده إلى الإيمان فضلا منه ورحمة وخذل من شاء منهم فلم يوفقه للإيمان حكمة منه وعدلا كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كما علم سبحانه في علمه السابق قبل خلق الخلق أن من عباده مؤمنين سيدخلهم الجنة وأن منهم كافرين سيدخلهم النار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا شاب أعاني من حالة نفسية صعبة للغاية وكنت دائما حتى الآن أتمنى الموت ليرتاح الإنسان هذه الفتوى تحت عنوان تمني الموت ويسأل السائل هل يجوز ذلك؟ هل يجوز أن يتمنى الموت ليرتاح؟ وماذا أعمل؟ لأن ديني وإسلامي ضعيف وأهلي يلومونني وكل الناس يلومونني جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز لك أن تتمنى الموت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا محالة فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وننصحك بالتوبة والاستغفار وكثرة الطاعة والمحافظة على الفرائض والقرب من أهل الخير وكثرة مجالستهم والبعد عن الأشغار ومجالستهم عسى الله أن يعافيك ويشرح صدرك للحق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم المولود يولد على الفطرة سؤال الحديث الشريف يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه الحديث وحديث آخر يقول يكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد وريد التفصيل والبيان وما الفرق بين الحديثين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض حديث كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البيهقي وطبراني في المعجم الكبير وأخرجه الإمام مسلم بلفظ كل إنسان تلده أمه على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وأخرجه الإمام البخاري بلفظ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من جدعاء ومعنى ذلك أن الإنسان مفطور على الإسلام بالقوة لكن لا بد من تعلمه بالفعل فمن قدر الله أن يجعل أناسا من أهل السعادة فيهيئ الله لهم من يعلمهم سبيل الهدى فيصير الفرد منهم مهيئا بالفعل ومن خذ له الله وأشقاه سبب له من يغير فطرته ويثني عزيمته كما جاء في تحويل الأبوين لابنهما إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية ثانيا في الصحيحين يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغطا مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ومعنى كتابة الشقاوة والسعادة أنها كتابة أزلية باعتبار ما سبق في علم الله وأن الخواتيم تكون بحسب ما سبق في علم الله ثالثا بتأمل معنى الحديث الأول والحديث الثاني بالنظر لمحل السؤال يتبين أنه لا معارضة بينهما فإن الإنسان مفطور على الخير بالقوة فإن كان من أهل السعادة في علم الله وبحسب الخاتمة هي الله له من يدله على طريق الخير وإن كان من أهل الشقاوة في علم الله قيد له من يصرفه عن طريق الخير ويصاحبه في طريق الشر ويحثه عليه ويلازمه حتى يختم له بخاتمة سيئة وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة فقال عدني يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فقال يعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآيتين وفي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهم وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب السعادة والشقاوة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تحت عنوان التسخط وعدم الرضا بالقدر ما حكم الدين في شأن جمعين من المسلمين الأول يملك المال بلا حساب والجمع الآخر لا يعرف حتى على سبيل المثال شكل المال وفي أمث الحاجة إليه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون الآية لكن إن كسب المال إذا كان من طرق جائزة وأدى الغني حق الله وحقوق العباد فيه كان شاكرا لنعمة الله فيما آتاه أهلا لمرحمة الله والمزيد من فضله وإلا فهو كافر لنعمة الله ظالم يستحق العقوبة من الله قال الله تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيدَ ومن لم يؤتى حظا من المال لعجزه عن الكسب له أو لأن الله تعالى لم يهيئ له الأسباب ابتلاء وامتحان حكمة منه عدلة فالواجب عليه الصبر والاحتساب والأخذ في الأسباب المباحة المقيدة حسب الطاقة وقد جعل له سبحانه حقا في مال الأغنياء من الزكاة وغيرها وعلى أولاة الأمور أن يعولوه ويعطوه ما يسد حاجته رحمة به وأداء لواجب الأخوة وشكرا لنعمة الله والله أرحم بإباده منهم بأنفسهم ومن كان قلة ذات يده لكسله وتقاعده عن الكسب اعتمادا على فضول أموال الناس وما يأتيه من فتاة موائدهم فقد أساء إلى نفسه وأهانها بوقوفه ذليلا أمام أعتاب الأغنياء وغلف شريعة ربه التي حثت على الكسب وعلى عزة النفس وحذرت من البطالة وإراقة ماء الوجه ولا يظلم ربك أحدا بل هو حكم عدل لطيف بعباده عليم خبير يصرف الأمور كلها بمشيئته وحكمته قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أفتر في نهار رمضان لما رأى الله عز وجل قد أعطى غيره الذي لم يجد في عمله ولم يعطيه هو حيث إنه كان مجدا في عمله ثم تدارك نفسه بعد ذلك وندم فماذا يفعل وما حكم اليوم الذي أفتره جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض إذا كان الواقع كما ذكر فعمل ذلك الشخص ضلال مبين فإنه سخط على قضاء الله واتهم سبحانه بالظلم والله سبحانه عليم حكيم لا يظلم مثقال غره لكنه قد يعطي الفاجر استدراجا ويدخل عطاءه للمطيع ليضعفه له يوم القيامة فضلا منه وإحسانا وعلى ذلك الشخص أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما فرط منه ويعزم على عدم العودة إليه وعليه قضاء اليوم الذي أفتره فقط إذا كان بغير جماع فإن كان فطره بجماع فعليه القضاء والكفارة وهي عدق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينة ثلاثين صارا من قوت البلد لكل واحد نصف صار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال امرأة قلقة لكونها لم تحمل وتلجأ أحيانا إلى البكاء والتفكير الكثير والزهد من هذه الحياة فما هو الحكم وما هي النصيحة لها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا ينبئي لهذه المرأة أن تقلق وتبكي لكونها لم تحمل لأن إيجاد الاستعداد الكوني في الرجل والمرأة لإنجاب الأولاد ذكورا فقط أو إناثا فقط أو جمعا بين الذكور والإناث وكون الرجل والمرأة لا ينجبان كل ذلك بتقدير الله جل وعلا قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فهو جل وعلا عليم بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام قدير على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك وللسائلة أصوة في يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام فإن كل منهما لم يولد له فعليها أن ترضى وتسأل الله حاجتها فله الحكمة البالغة والقدرة القاهرة ولا مانع من عرض نفسها على بعض الطبيبات المختصات والطبيب المختص عند عدم وجود الطبيبات المختصة لأنه يعالج ما يمنع الإنجاب من بعض العوارض التي تسبب عدم الحمل وهكذا زوجها ينبغي أن يعرض نفسه على الطبيب المختص لأنه قد يكون المانع فيه نفسه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عدم الندم على ما فات سؤال ما العصمة التي تعصمني من الندم إذا ما رأيت زميلاتي وقد تخرجنا وليكن لدى سماحتكم علم بأن جميع من حولي أبي وأمي وإخوتي وزوجي قد تركوا الأمر لي حيث إنهم يخافون أن أترك لهم عواقب الأمور وحيث إنني كنت أعاني من مرض نفسي وهذا يجعل طبعاتي متغيرة فأخشى أن يأتي يوم ولا أطيق حياة الزوجية وأثر من المنزل أما عن زواجي فما المعاملة الإسلامية التي يجب أن أكون عليها تجاه زوجي ومنزلي وما هو الحلال والحرام في حقوق الزوجين لقد اختلطت الأمور على كثير من الناس فيحلون هذا ويحردمون ذاك دون علم إن إخوتي على قدر من الدين وملتزمهم ولكنني أحرج من أن أسألهم في أي شيء من قبيل ذلك وأنا لا أستطيع أن أقطع الأمر بخصوص الدراسة قطعا أكيدا فأرجو أن تساعدني سماحتك بالرد الذي يقيني شر الخطأ والمعصية ولسوف يجزيك الله كل الخير إن شاء الله وإن كنت أرجو من سيادتكم أن ترسلوا إلي بعض الكتب عن علاج المرض النفسي بالطريقة الإسلامية أو عن حياة الأسرة الإسلامية وكيفية المساهمة والمشاركة في بناء مجتمع إسلامي وكيف أستطيع المدارمك على الصلاة وحب الصوم وحب النفس في كل وقت من كل ما يمسها إنني محتشمة وعلى قدر من الدين والحمد لله فرجائي من سماحتكم مساعدتي ولسماحتكم كل الخير عند الله إن شاء الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا واجب المسلم إذا اختار أمرا ما يظن الخير فيه وجاء الأمر بخلاف ما ظنه ألا يأس ولا يأس على ما فاته بل يحمد الله على ما حصل له ويرجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى الذي يدبرها بحكمة ومصلحة يعلمها يظهرها تارة ويخفيها ابتلاء وامتحان تارة أخرى قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا عصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ثانيا يشرع في حقك أن تعاشر زوجك وتعامليه بالحسن والمعروف وأن تقوم له بمثل ما يقوم به أمثالك لأزواجهم قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وأنت تعاوني معه على البر والتقوى ما استطعت إلى ذلك سبيلا وإن تأثر لك قراءة سير بعض الصحابيات وما يقوم به اتجاه أزواجهم من خدمة فذلك حسن وسيفيدك إن شاء الله ثالثا عليك أن تعتصمي بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تكوني على صلة دائمة بكتابه سبحانه تلاوة وتدبرة وعلما وعملة ففيه الضمان والأمان قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى الآية وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب رابعا ما دام أبوك وأمك وزوجك وإخوتك قد ترك الأمر لك فننصيك بأن تفوض الأمر إلى الله وتسأليه العون والتوفيق وأن يشرح صدرك لما هو الأحب إليه ثم تعملي بما ينشرح صدرك له من الدراسة وعدمها خامسا منصيكي بعد العناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تقرأ الكتب الآتية كشف تلبيث إبليس للعلمة بن الجوزي كتاب حسن الأسوة في أحكام النسوة للعلمة صديق بن حسن كتاب الجنس اللطيف لمحمد رشيد رضا كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلمة بن القيم وأشباه هذه الكتب لكونها عظيمة الفائدة ولا سيما لأمثالك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الوجه الثاني يبدأ حالا سؤال إذا كان قد طلب الله من المسلم إيمانا بالقدر خيره وشره فلا تجوز عليه مراجعة الطبيب للعلاج إذا كان مريضا لأن المرضى طارئ بالقدر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض تعاطي الأسباب من علاج المرض وطلب الرزق وغير ذلك لا ينافي القدر لأن الله سبحانه قدر الأقدار وأمر بالأسباب وكل ميسر لما خلق له كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة وبهذا يجوز التداوي بالأدوية المباحة وهو من قدر الله كما قال عمر رضي الله عنه حينما منع من دخول البلاد الموبوءة في عام الطاعون نثر من قدر الله إلى قدر الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد أعيش منذ الصدر بذبحة صدرية ونزيف داخلي هل لي أجرم عند الله في ذلك لأني حرمت من شبابي وصحتي معظم الأيام أصلي بتيمم لأني لا أستطيع الاستحمام هل يجوز لي ذلك؟ هل أستطيع تعليم التلانيذ القرآن وأنا غير طاهر؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا إن صبرت على ما أصابك فلك الأجر عند الله وإن جزعت ولم تصبر حرمت الأجر ثانيا إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تستطيع الاستحمام شرع لك التيمم عن الجنابة ثالثا إذا كنت لا تستطيع استعمال الماء في الطهارة من الحدث كفاك التيمم للطهارة من الحدث لتلاوة القرآن وتعليمه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الانتحار سؤال منذ أكثر من عام وأنا في صراع نفسي وفكري رهيب كانت بل ورط نهايته أنني قررت الانتحار وللأسباب التي سأذكرها فيما بعد وإنني أملك من القوة والقدرة والشجاعة ما يجعلني أقدم على الانتحار ولكني أخشى أن يكون في ذلك ما يغضب الله سبحانه وتعالى فأسيء خاتمتي بيدي أما عن الأسباب فهي تجمع أسباب الدنيا مع أسباب الآخرة فمنذ صغري وأنا دائما إنسان منحوس بلغة أهل الدنيا لما انتهيت من الدراسة المتوسطة لم تساعدني الظروف المادية الأسرية من تكملة دراسة الجامعية دون أشقائي وشقيقاتي وجميع أصدقائي بدون استثناء حملت حقائدي منذ ست سنوات وهجرت بلدي عسى أن يعودني الله خيرا ولكن مما يدعوك للعجب ست سنوات في عمل شاق تنقلت خلالها من بلدي لآخر لم أدخر ما يجعلني حتى أكمل مصفديني وهو الزواج ودائما كنت أتحلى بالصبر فإن الله مع الصابرين لكني بدأت أنهار نفسية وبدأ صبري ينفد ولم أعد أحتمل إنسانا بين أربع حوائط ينتقل معي أينما أذهب وهو في داخلي وحربا نفسية كل يوم يكون مكانها داخل عقلي وجسبي إنني أنشكت نفسي عن فعل الخطيئة وعن طريق الشيطان ولكني لم أعد أخشى ما أخشى أن يلعب الشيطان به فتنفد ودي للمال الحرام أو أقدم على عمل حرام مثل الزنا والعياذ بالله وكنت دائما أتمنى أن أموت إنسانا شريفا مظيفا لذا قررت الانتحار وفضلت الموت على أن أعيش وتأتي لحظة أسعب فيها ما يغضب الله فهل هذا العمل حلال أم يجوز أم حرام والله يعلم أن هذا من أجلز سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا ورعاكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرجو الله أن يكون رد فضيلتكم بعيدا عن العاطفة وأن يكون تبعا لما جاء به الله سبحانه وتعالى ولما جاء في سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز لك الإقدام على جريمة الانتحار لأن قتل النفس محرم وكبيرة من كبار الذنوب قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دناءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وقال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه في شيء عذب به يوم القيامة متفق عليه وما وقع في نفسك حرام الله وقرناء السوء واصبر على ما أصابك عسى الله أن يهديك إلى طريق الحق وأن يجنبك طريق الضلال وأن يوثق الجميع لما يحب ويرضع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قول الإنسان قابلت فلانا صدفة سؤال كلمة صدفة هل يجوز لي أن أقول عندما ذهبت إلى السوق قابلت فلانا صدفة وهل هذه الكلمة صدفة حرام أمشيكم بالله عز وجل أم ماذا أقول بدلا من هذه الكلمة أفتوني جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض ليس قول الإنسان قابلت فلانا صدفة محرما ولا شركة لأن المراد منه قابلته دون سابق وعد أو اتفاق على اللقاء مثلا وليس في هذا المعنى حرد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كنا بالحمد الله المجلد الثالث ويكلوه الآن المجلد الرابع إن شاء الله في التفسير وأوله القرآن وعلومه عزيز المستمع لازمنا مع الشريط الأول في المجموعة الخامسة ونبدأ الآن في التفسير والمجلد الرابع القرآن وعلومه أولومه والكلام يطلق على اللفظ والمعنى ويطلق على كل منهما وحده وما قيل عن من تكلم به من غير تحريف لمعنى ولا تغيير لحروفه ونظمه مخبر مدلغ فقط والكلام إنما هو لمن بدأه أما إن غير حروفه ونظمه مع المحافظة على معنى فينسب إليه اللفظ حروفا ونظمة وينسب من جهة معنى إلى من تكلم به اتداءه ومن ذلك ما أخبر الله به عن الأمم الماضية كقوله تعالى وقال هنساء إني عبت بربي وربكم كل متكبر لا يؤمن بيوني حساب وقوله وقال فرعون يا هنانبني صرحا لعلي أبلغ الأسباب فهتان تسميان القرآن وتنسبان إلى الله كلاما له باعتبار حروفهما ونظمهما لأنهما من الله لا من كلام موسى وفرعون لأن النظمة والحروف ليس من هنا وتنسبان إلى موسى وفرعون باعتبار المعنى فإن كان واقعا منهما هذا هو وهذا وذاتا قد علمهما الله في الأزل وأمر بكثابتهما في اللوح المحفوظ ثم وقع القول من موسى وفرعون بلغتهم فبق ما كان في اللوح المحفوظ ثم تكلم الله بذلك بحروف أخرى ونظم آخر في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنسب إلى كل منهما باعتبار وأما وصف كلام الله بالقدم فلم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أئمة السلف رحمهم الله وإنما كان أهل السنة يقولون أيام المحنة كلام الله غير مخلوق فيقول المخالفوهم كلام الله مخلوق فيصف كلام الله بأنه قديم فاصطلاح حادث ولو جرينا عليه قلنا كلام الله قديم النوع حادث الآحاد لأن الله تعالى لم يزال متكلما ولا يزال متكلما بما يشاء حتى إنه لا يتكلم يوم القيامة مع المؤمنين والكافرين وغيرهم بما يشاء كما تبدى في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم للأحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الحديث مع أحاديث أخرى في الموضوع وبالله التوفيق فصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن أحد الأصدقاء طعن في صحة المصاحف التي بين أيدينا اليوم مدعيا أن التحريف دخلها حسب قوله من مصحف انتمع صاحبه عن إعطائه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان باليمن ولقد أخذ صديقي يشرح لي ودلني على الكتاب الذي أخذ منه معلوماته التي يجادلني بها ولكن كان قد أثار غضبي وامتنعت عن الإذعان إليها وبهذا كتبت مستفقيا سيادتكم عن هذا وطالبا منكم إن بادي بمعلومات عن نقل القرآن لأنني أتعرب المثل هذا بحكم انتمائي لجماعة تبليل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض القرآن كلام الله جل وعلا أخذه جبريل عن الله وقرأه على محمد صلى الله عليه وسلم واستمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وأخذه منه كما تكلم به الله جل وعلا وحفظه الله تعالى في قلب محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا دوانه وقال ابن جلير رحمه الله في تفسيره اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به فقال بعضهم قيل له ذلك لأنه كان إذا نزل عليه منه من شيء عجل به يريد حفظه من حبه إياه فقيل له لا تعجل به فإنا سنعفظه عليك وقال آخرين بل السبب الذي من أجله قيل له ذلك أنه كان يكسر تلاوة القرآن مخافة لسانه فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه لك ونقرئك فلا تنسى انتهى وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون والذكر هو القرآن وقد حفظه الله على المسلمين وتلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كتابة وحفظة وبلغوه الأمة غض طريا لم يدخله شيء من التخريف أو النقص وقد جمعه أبو بكلم الصديق رضي الله عنه في خلافته بواسطة زيد بن ثابت رضي الله عنه ثم جمعه أثنان في خلافته على حرف واحد لألا تختلف الأمة في ذلك ومن قال إنه غير محفوظ أو دخله شيء من التحريف أو النقص فهو ضال يستثبت فإن تهب وإلا وجب على ولي الأمر قتله مرتبع لأن قوله يصادم قول الأمة وقول الله عز وجل قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يصادم إجماع الأمة كذلك على حفظه وسلامته ولهذا انكر علماء المسلمين على الشيعة الباطنية زعمهم أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ناقص وأن الذي عندهم هو الكامل وهذا من أبطل الباطل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤالا سمعت بعض العلماء يقول أيهما أفضل القرآن أم عيسى بن مريم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن كلام الله غير مخلوق وعيسى من البشر مخلوق ولدته مريم بنت أم عين فالقرآن أفضل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل القرآن كلام أو دعاء كما يقول بعض الناس جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن كلام الله سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وتلاه عليه وهو مجتمل على أدعية ربنا لا تزر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من الذين كرحنا إنك أنت الوهاب وهي آية من كلام الله تعالى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل القرآن المكتوب في المصحف حاليا هو عين كلام الله سبحانه وتعالى أو أن له كلاما آخر غير المكتوب بين أيدينا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن المكتوب بين أيدينا هو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه وأمر بكتابته فكتبه الصخابة رضي الله عنهم وتناقله السلف إلى أنبلغنا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بما تحدى الله تعالى من يشكون في نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تحدى الله تعالى بأن يأتوا بمثل القرآن أو عشر سور أو سورة فعجزوا عن ذلك قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم مظهيرا وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور من مثله مفترايت وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وقال سبحانه أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من هو الذي سنى سور القرآن الكريم هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أم ماذا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تسمية الصور جميعها ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم كالبقرة وآله إمران إن بقية الصور فالأظهر أن تسميتها وقعت من الصحابة رضي الله عنهم وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال صلى رجلا إماما بجماعة فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة تبت ثم قرأ في الركعة الثانية سورة الفي وذلك في صلاة العشاء فما رأيكم جزاكم الله خير الجزاء حيث إنني سمعت من بعض المرشدين أنه لا يجوز كراءة صورة بعد صورة أقدم منها في الكتاب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أبعض إذا كان الأمر كما ذكر فليس في ذلك شيء ولكن الأولى أن تكون الصورة التي في الركعة الثانية بعد الصورة التي في الركعة الأولى حسب ترتيب المصحخ وبالله التوفيق أسأل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سمعت بعض الناس يتحدث عن جمع القرآن ويقول إنه يجمع حسب ترتيب النزول والجمع الموجود حاليا هو عمل الخليفة أبي بكر رضي الله عنه فهي يجوز أن يجمع القرآن حسب ترتيب نزوله وما حكم الجمع الموجود حاليا في المصحف جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ودع يجب الوقوف في ترتيب القرآن في سيره وآياته على ما هو موجود عليه الآن ولا يجوز لأحد التعدي عليه بتغيير ترتيبه وقد تلقى الصحابة ترتيب آواته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه وهو ترتيب بنصر رسول صلى الله عليه وسلم وترتيب صوره باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ومنسح القرآن بتعلمه وكثرة تلاوته وتدبيه والعمل بنافيه والدعوة إليه على جميعه الحالي مع العنوية بسمة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظها والعمل بها لأنها الوحيد الثاني والمفسرة لما قد يخفى من معاني كلام الله سبحانه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال طيّن لسخة من جزء عمّة المهمّش بمعاني الكلمات الصعبة ولقد لاحظت أن الجزء المذكور قد رتبت الصور فيه بشكل عكسي اتباء بصورة الناس وانتهاء بصورة عمّة إنني أرد التكرم بإفادتنا هل يصح هذا الترتيب؟ وهل ترتيب صور القرآن موقوفة حسب ما وربت أم لا؟ جزاكم الله عمّة وعام المسلمين كل خير جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يجب الترتيب لسوري القرآن كما في المصحف العثماني في الجزء الأخير يبدأ بصورة عمّة وينتهي بصورة الناس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يصح قراءة الصور عكس ما هي مستورة في القرآن كأن يقرأ أولا سورة الفلق قبل سورة الناس وما أشبهه؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الأفضل أن يقرأ الصور على ترتيب المصحف العثماني فيبدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم العمران حتى ينتهي بقراءة سورة الناس وبهذا يعلم أن قراءة الفلق ثم سورة الناس جاءت على ترتيب المصحف العثماني للعكس أما قراءة ابتداء من سورة الناس ثم الفلق ثم الإخلاص إذا ما فوقها للتعلم فلا بأس به وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقولون أن تعدد القراءات في القرآن معناه اختلاف في القرآن حيث يؤدي إلى معاني شاخية مثل آيات الإسراء ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من شورا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض ففت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل من عند الله على سبعة أحرف أي لغات من لغات العرب ولهجاتها تيسيرا لتلاوتها عليهم رحمة من الله بهم ونقل ذلك نقلا متواترة وصدق ذلك واقع القرآن وما وجد فيه من القراءة فهي كلها تنزيل من حكيم حميد ليس تعدده عن تحريف أو تبديل ولا لبس في معانيها ولا تناقض في مقاصبها ولا الطراب بل بعضهم يصدق بعضا ويبين مغزاه وقد تتنوع معاني بعض القراءات فيفيد كل منها حكما يحقق مقصبا من مقاصب الشر ومسلحة من مصالف العباد مع تساق معانيها وأتلاف مرانيها وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة لا تعارض بينها ولا تبارض فيها فمن ذلك ما ورد من القراءات في الآية التي ذكرها السائل وهي قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عمقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من يسورا فطبق قرئ ونخرج بضمنونه كسراء وقرئ يلقاه بفتح الواء والقاف مخفخة والمعنى ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا وصحيفة عمله يصير إليه حال كونه مفتوحة فأخذه بيمينه إن كان سعيدا وبشماله إن كان شقيا وقرئ يلقاه من يسورا بضمن الملياء وتشديد القاف يلقاه والمعنى ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا وصحيفة عمله يعطى الإنسان ذلك الكتاب حال كونه مفتوحة فمعنى كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآخر كأن من يلقى إليه الكتاب فقد وصل إليه ومن وصل إليه الكتاب فقد ألقى إليه ومن ذلك قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قرئ يكذبون ختح الواء سكون الكاف خسل الزال بمعنى يخبرون بالأخبار الكاذبة عن الله والمؤمنين وقد قرئ يكذبون ضم الياء ختح الكاخ تشديد الزال المكسورة بمعنى يكذبون الرسل فيما جاءوا بهم يند الله من الوحي فمعنى كل من القراءتين لا يعارض الآخر ولا ينقده بل كل منهما ذكر عصفا من أعصاق المنافقين وعصفتهم الأولى بالكاذب في الخبر عن الله ورسله وعن الناس وعصفتهم الثانية بتكذيبهم رسول الله فيما أوحي إليه من التشريه وكل الحق فإن المنافقين جمعوا بين الكاذب والتكذيب ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءة كان بيحي من الله لحكمة لا عن تحريف وتبديل وأنه لا يترتب عليه أمور شائلة ولا تناقض أو اضطراب بل معاميها مؤترفة ومقاصدها متفقة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسينا سؤال ما نخرج حرف الضاد وبأي صوت يظهر في مما يؤدى من مخرجه الأصلي بعض الناس في بلادنا باكستان والهند يقرؤونه غدواد أو دواء غدواء أو دواء أو شبيه بالدال المفخمة فيظهر صوت الحرف في قوله تعالى ولا الضالين ولا غدوالين أو ولا الدوالين أو ولا الدولين على التركيب والآخرون منهم يقرؤونهم شبيه اللفاء المعجمة ولا الضالين إلا أن الفرق يظهر واضحا بين تلفظ الضاد والضاء على حسب المخرج فأفتى الفريق الأول بعدم جواز الصلاة خلف الفريقين الثاني أو بتقديل الأجوة والثواب على الأقل فأنا شراء لنا الحق المبين أو دفع مخرج حرف الضاد والفرق بينه وبين حرف الضاء المعجمة وأيضا فصل المسألة من حيث الشرع محاكمين بين الفريقين المذكورين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أولا مخرج الضاد من إحدى حافة اللسان اليوم أو لسه بعد مخرج اللياء وقبل مخرج اللام من يولي الأدراس وتخرج اللام من أقرب حافة اللسان إلى مقدم الفم وصوت الضاد بين صوت الضاد المفخمة والضاء المعجمة تقريبا والمدق بالضاد كما ذكر في السؤال خطأ ثانيا من قدر على أن يجيد حرف الضاد حتى يخرج من من مخرجه الصحيح ووجب عليه ذلك ومن عجز عن تقوين لسانه في حرف الضاد أو غيره كان معذورا وصحت صلاته ولا يصلى إمونا الأولى بمثله أو من دونه لكن يغتفر في أمر الضاد والضاء ما لا يغتفر في غيرهما لقرب مخرجهما وصعوبة التميز بينهما في المنطق كما نص عليه جمعا من أهل لين منهم الحافظ ضد كثير في تفسير الفاتحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة برواية ورش ألما بأمنا تداولنا القراءة برواية حفث عن عاصل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها لدى علماء القراءة لكن القراءة بها لمن لم يعهدها بل عهد غيرها كالقراءة برواية حفث مثلا تثير بلبلة في نفوس المأمنون فتترك القراءة بها لذلك هما إذا كان القارئ بها في صلاته من فردة فيجوز لعدم المانع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قرأت في القرآن الكريم كله إن رحمة الله قريب والتاء مفتوحة مع أنها تاء ساكنة مؤنخة فما الحكم في ذلك؟ جاب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض إن رسمها على ما ذكر متبعا فيه الرسم العثماني وأن التاء فليست بساكنة بل مفتوحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أيهما أفضل في مهار شهر رمضان المبارك قراءة القرآن أم صلاة التطوع جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثر من أنواع العبادات وكان جبريل يدارسه للقرآن كل ليلة وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الروح المرسلة وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان لما يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذا الشهر أن المفادرة بين التراعات القارئ وصلاة المسلطة وعا فتختلف باختلاف أحوال الناس وتقدير ذلك راجع لله جل وعلا لأنه بكل شيء مخيط وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الواحد والأربعون من فتاة اللجنة الدائمة لبحوث العلمية والإحتاء وله بقية على الشريط الثاني والأربعون الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني والأربعون من فتاة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو الشريط الثاني في المجموعة الخامسة لازمنا نتابع الأسئلة في موضوع التفسير سؤال من المعلوم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضيلة والثواب فهل إذا قرأها الإنسان ثلاث مرات أو أربع يحصل بذلك فضيلة ختم القرآن الكريم كله؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد فضل الله واسع وإن ثبت أن معنى الحديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضيلة والثواب كان لقارئها ثلاث مرات ثواب ختم القرآن وعلى المسلم أن يذكر ربه ويتلو من كتابه الكريم ما تيسر له ويفعل الخير مستطاع ويرجو من الله المثوبة وحسن الجزاء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا كانت قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات تعادل ثواب قراءة القرآن فهل على المسلم إثم إذا ترك تلاوة القرآن اكتفاء بقراءة هذه السورة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة ثلاثة فقيل لمي يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والنصيحة لكتاب الله تعالى تكون بتلاوته وتدبر آياته وللتعاض بمواعظه والوقوف عند حدوده بامتثاه أوامره واجتناب نواهيه ولا شك أن الاكتفاء بقراءة سورة الإخلاص دون سائر كتاب الله لا يتفق مع النصيحة لكتاب الله ولا يتأتى لمن يكتفي بذلك النصح لنفسه بما يحصل من تلاوة كتاب الله من الأجل والمثوبة وزيادة الإيمان ومعرفة الأحكام من الحلال والحرام والواجب والمسنون والمكروه والتأدل بآداء القرآن والتخلق بأخلاقه وكفى بانتقاص العبد هذه الأمور أجرا عن ترك تلاوة كتاب الله والرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه بفضل هذه السورة وإخباره بأنها تعديل ثلث القرآن وزيادة حرصه على عظم الأجر والثواب لم يقتصر على تلاوة هذه السورة بل كان يداوم على تلاوة سائر كتاب الله وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز تحزيب القرآن يعني عند تلاوته لما في ذلك من تغيير لأقواله تعالى ومنه الزيادة والنقصان وهذا ما شهدناه في بعض مناطق المغرب العربي أقول هل يجوز ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم شيئا يدل على التحزيب المثبت على هوامش المصاحف التي بيد الناس اليوم والوارد عن صحابة رجل الله عنهم في ذلك ما رواه أوس بن حذيفة قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن فقالوا ثلاث وخمس وسبعون وتسع وإخدى عشر وثلاث عشر وحزب المفصل وحده وبأنه ثلاث البقرة وآل عمران والنساء وخمس المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراء وسبع يونس وهود وليوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل وتسع الإسراء والكهف ومريم وطاها والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان واحدى عشرة الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم والقمان وألف لاميم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين وثلاث عشرة الصافات وصاد والزمر وغافر وحاميم السجدة وحاميم عين سين قاف والزخرف والدخان والجافية والأحقاف والقتال والفتح والحضرات ثم بعد ذلك حزب المفصل وأوله قاف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أينما أفضل قراءة القرآن أم الاشتغال بالتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء فيما بين الأذان والإقامة في صلاته الصبح والمغرب أرجو الإفادة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قراءة القرآن أفضل إلا إذا وجد ما يقتضي رجحانا غيرها كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في مواضع من الصلاة دلت السنة على الذكر بها فيها وكذا بعض الصلاة بنسبة لما ثبت فيه دليل على مشوائية العمل بعدها والقاعدة أن كل ذكر خص شرعا بوقت أو مكان كان مقدما على غيره في ذلك بل قد نهي عن قراءة القرآن في مواضع وجعل غيره من الأذكار فيها متعينة كالتسبيح في الركوة والسجود وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندما يعتاب المسلم قراءة القرآن في أوقات معينة مثل بعد صلاة الفجر يومية أو في يوم الجمعة فهل يجب عليه قراءة حزب أو قراءة ربع حزب أو عدد آيات محددة مثل ثلاثين آية أو خمسين آية أو أن ذلك يعود إلى ما تأثر من آيات الذكر الحكيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يقرأ ما تيسر له بدون التزام لعدد معين من السور أو الآيات ويحاول المحافظة على القراءة يوميا إذا تيسر له بدون التزام لعدد معين من السور أو الآيات ويحاول المحافظة على القراءة يوميا حتى يستفيد من كلام ربه سبحانه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تلاوة القرآن والنوافل والدعاء أي من أفضل عند الله سبحانه وتعالى جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض تلاوة القرآن فاضلة ونوافل العبادات فاضلة والدعاء فاضل وهو مخ العبادة وتختلف أفضلية وأولوية هذه الأمور باختلاف الأحوال والأزمان والأسباب والمقتضيات لها فنصيك بالإكثار من تلاوة القرآن والنوافل والدعاء حسب الطاقة مع الإخلاص لله والنصح في العمل وأبشر بالخير والأجر الجزيلي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تفضيل بعض المقرئين على الآخرين في قراءة القرآن وتسجيل القرآن على شرائط وبيعها بالفلوس جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يجوز تفضيل بعض قراء القرآن على بعض من أجل أحكام التلاوة وحسن الترتيل ويجوز تسجيل قراءة القرآن على أشرطة وبيع هذه الأشرطة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل العالم القرآني يمكنه التطور حتى يكشف ما لا يجوز كشفه أعني من الناحية الدينية للاقتصادية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يمكنه التقدم بتلاوة القرآن وتدبئه ويتسع بذلك أفقه في معرفة شراء الله عقائد وأحكاما أخرى ويزداد عند الله درجات فضلا من الله ورحمه وقد يهب الله قوة فراسة وتصدق رؤياه لكنه لا يعلم الغيب لقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ونحوه من الآيات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قراءة القرآن في المصحف وقراءته بدون المصحف أيهما أفضل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما هو أنفع لك وأخشع لقلبك أفضل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز قراءة القرآن على ظهر الداب مثل الجمال والخير والحميل والسيارة أفدنا أفادكم الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز للمسلم قراءة القرآن على ظهر الدابة وفي داخل السيارة والطائرة وقد صحى أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته ولعنم قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية والذكر يعم القرآن وغيره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تحسين الصوت في القراءة سؤال حكم تحسين الصوت في القراءة والأذان جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن كان تحسين الصوت بهما لا يصل إلى حد الغناء بهما فذلك حسن قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يحب حسن الصوت بالأذان والقرآن ويستمع إليه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم روض أحمد وأصحاب السنن إلا تنذي وابن حبان والحاكم عن البراء وزاد الحاكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا قال بعض أهل العلم مع ما يتغنى بالقرآن يحسن قراءته ويترننم به ويرفع صوته به كما قال أبو نوسى للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا وأما أداءهما بالألحان والغناء فذلك غير جائز قال ابن قدامى رحمه الله في كتابه المغني وكره أبو عبد الله القراءة بالألحان وقال هي بدعة إلى أن قال وكلام أحمد محمول على الإفراط في ذلك بحيث يجعل الحركات حروفة ويمد في غير موضعه انتهى كلامه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا كان الإنسان مدعوما على قراءة القرآن بتوفيق من الله وله الحمد وأكثر الأوقات يختم في كل أسبوع أو أسبوعين الخلاص أنه إذا ختم القرآن في يوم ثلاثاء والأربع وقف على المعوذات وبدأ بالفاتحة والبقرة فإذا جاء ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب بدأ من المعوذات من موقفه وختم وقرأ الختمة بين فضيلتين الخميس وليلة الجمعة لأجل إن شاء الله أن يرحمه بصلاة الملائكة إلى الصباح أطول كما في الحديث فإذا قرأ الختمة بدأ في القراءة من موقفه في مثنات القرآن والخلاص هل يكون تأخير الختمة إلى الخميس والجمعة بدعة ولا ينفعه مع قصد واجتهاده وإذا ختمة اقرأ الختمة من ساعة ما يختم أي يوم إلا أن أول النهار أو أول ليل أفضل أي يوم أفضل إذا ختمة يقرأ الختمة من ساعته في يومه أو يؤخر الختمة إلى الجمعة كما أسلفت أفيدوني بالأفضل جزاكم الله خيري الدنيا والآخرة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد السنة له أن يكمل ختمة القرآن ولا يؤجر قراءة المعوذتين إلى الجمعة ولا غيرها بل ينهي الختمة وما تعصر إلى المعوذتين ثم يدعو بما فيه من الدعاء بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم اقتداءا بالسبب الصالح ثم يعود فيبدأ بالختمة الأخرى من الفاتحة وهكذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤالا هل يجوز قراءة سورة ياسين بالصوت المرتفع في المسجد أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز لأحد أن يرفع صوته بقراءة القرآن في المسجد لا بسورة ياسين ولا بغيرها من القرآن لا في الصلاة ولا في غيرها لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة ولأن في ذلك تشويشا وإذاءا من بعضهم لبعض وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تجوز قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع وفي المكبر الصوت قبل صلاة الفجر والجمعة وبعض الصلوات ويكون هناك من يصل السنة القبلية أو تحية المسجد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض القرآن كلام الله جل وعلا وتلاوته عبادة من العبادات البدنية المحضة والمستمع يثاب على استماعه ولكن إذا ترتب على رفع الصوت به أذى فهنبغي خفض الصوت إلى جرزة يجول بها الأذى وما ذكر في السؤال من تخصيص وقت قبل الصلاة قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع لا نعلم له أصل يدل على فعله بصفة دائمة في هذا الوقت وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام في قراءة القرآن قبل صلاة الفجر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأصل في قراءة القرآن أنها مشروعة سواء كان قبل الفجر أو بعده ولكن يجب على القرآن في المسجد أن يراعي من حوله من المصلين والقراء فيخفض صوته حتى لا يشوش عليهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن بعض أئمة المساجد يستعملون القراءة في مكبرات الصوت التي خصوصت لمشر صوت الأذان وذلك في صلاة الليل التراوية في شهر رمضان المبارك وبما أنه كثر النقاش والجدال في الموضوع فمن قائل أنه لا يجوز لوجود من يتضرر بسماع الأصوات ممن هو خارج المسجد كالنائم والمريض ونحوهما لأن البلد بلد هادئ وليست كالمدن الأخرى وما دام بإمكان الإمام استعمال سماعة منخفضة في صرحة المسجد ينتفع بالقراءة المسلون داخل النسج دون الإضرار بمن خارجه ومن قال بأنه يجوز استعمال مكبرات الصوت المعدة للأذان لما في ذلك من مصلحة الانتفاء بالتلاوة القريب والبعيد بصرف المظر عن تضرر لبعض المواطنين لذا نرز من سماحة الرئيس صدور الفتوى لينتفع بها طالب الحق والله يوفقكم لما يحبه ويرضاه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من قراءة القرآن في مكبر الصوت حسب الحاجة إذا كان لا يشوش على المصلين ولا على القراءة وإنما يقرأ على أناس يستمعون له وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ألاحظ أغلبية المصلين قبل صلاة الجمعة يقرؤون القرآن الكريم فهل ذلك أفضل؟ وما حكم من يرغب في أداء النوافل والتسبيح بدلا من ذلك؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن الكريم أفضل الذكر وقد أمر الله سبحانه بتلاوته وتدبره والعمل به لكن لو اشتغل المصلي بغيره من الصلاة والذكر فلا حرج فكل ذلك من أعمال الخير ولكن يشرع للقارئ بين المصلين والقراء أن لا يرفع صوته حتى لا يشوش عليهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم احترام القرآن سؤال إن حاملة عبد الله محمد بالط معه عينة من علاقات حائط مكتوب عليه آيات قرآنية وصورة المسجد النووي والكعبة والمسجد الأقصى لتشويك الناس إليها وهي جارية منذ سنتين ونوجودها بكثير من البيوت ويذكر بأن الجملك حجزها عليه بتوجيه من مندوب الهيئة ويا سبحان الله كيف يسمح بدخول الصور الخليعة والمملؤة الأسواق منها ويمنع مثل ذلك أرى أن هذا من الدس والتشويه وعضاء الأمور لغير مواضيها لهذا أرجو مشاهدة ذلك وهيئتكم المؤقرة والأمر بما يلزم نحو ذلك حفظكم الله ورعاكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا أنزل الله تعالى القرآن موائزة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وليكون حجة على الناس ونورا وبصيرة لمن فتح قلبه له يكلوه ويتعبد به ويتدبره ويتعلم منه أحكام العقائد والإبادات والمعاملات الإسلامية ويعتصم به في كل أحواله ولم ينزل ليعلق على الجدران زينة لها ولا ليجعل حروزا وتمائن تعلق في البيوت أو المحلات التجارية ونحوها صيامة وحفظا لها من الحريق واللصوص وما شبه ذلك مما يعتقده بعض العامة خاصة الملتدع وما أكثرهم فمن انتفع بالقرآن فيما أنزل من أجله فهو على بينة من ربه وهدى وبصيرة ومن كتبه على الجدران أو على خرق تعلق عليها وانحو ذلك زينة أو حرزة وصيانة للسكان والأثاث وسائل المتاء فقد انحرف بكتاب الله أو بآية أو بصورة منه صورة منه عن جادة الهدى وحادة عن الطريق السوي والصراط المستقيم وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا ولا عمل به الخلفاء الراشدون وسائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولا أئمة الهدى في القرون السلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون ومع ذلك فقد عرض آيات القرآن أو صورة للإهانة عند الامتقال من بيته إلى آخر بطرح هذه الخرق في الأساس المتراكم وكذا الحال عند بلاها وطرحيها هنا وهناك مما لا ينبغي وجدير بالمسلم أن يرعى القرآن وآياته وأن يحافظ على حرمته ولا يعرضه لما قد يكون فيه امتهام له ثانيا اطلعت لجنة على الخرق الثلاثة العلاقات فوجدت أن إحداها قد كتب عليها البسملة وقوله تعالى فولي واجهك شطر المسجد الحرام وقوله رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضعه وأدخيني وأدخيني برحمتك في عبادك الصالحين وفيها صورة الكعبة وصور لرجال ونساء في المطاف وفي الثانية البسملة وصورة الفاتحة ودعاء ورفض الجلالة واسم محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بإزاء رفض الجلالة وصورة المسجد الأقصى وتعليقا لما تقدم في الفتوى السابقة لا يجيز اتخاذ هذه الخرق ولا تعليقها في البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية ونحوها زينة لها أو تبركا بها مثلا للأمور الآتي ألف بما في ذلك من الانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والمعائضة الحسنة والتعاهد بتلاوته ونحو ذلك باء لمخالفته ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك والخير كل الخير في اتباعهم لا في الابتلاع دين سد ذريعة الشرك والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن كانت من القرآن لعموم حديث النهي عن ذلك ولا شك أن تعليق هذه الخرق وأمثالها يفضي إلى اتخاذها حروزا لصيانة ما علقت فيه كما دل على ذلك التجربة وواقع الناس دال ما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها والزيادة في كسبها فإنها خرقة لا تساوي إلا ثمنا زهيدا فإذا كتب عليها القرآن راجط وارتفع سألها وما أنزل القرآن يتخذ آلة وسيلة للراج التجاري وزيادة الأسعار فيجب أن يترفع به عن ذلك ها في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى عند الانتقال من بيت إلى آخر حيث ترمى مع أساف البيت المتراكم على اختلاف أنواعه وكذلك عند بلاها فتطرح هذه الخرقة بما فيها من القرآن فيما ينبغي وما لا ينبغي وبالجنة إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أئمة الهدى في قرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية أسلم للمسلمين في عقائدهم وسائر أحكام دينهم من ابتداع بدعا لا يدرى مدى ما تنتهي إليه من الشر ثالثا لا يجوز أن يكون التشويق إلى الخير ببدع تفضي إلى الشرك وتعريض القرآن للمهانة واتخاذ كتابته على الخرق التي تعلق على الجدران وسيلة لنفاق التجارة وزيادة ثمنها ولا يعدم الداعية إلى الخير وسائل أخرى مشروع ناجحة رابعا كثرة أمثال هذه الخرق العلاقات وانتشارها منذ زمن بعيد ووجودها في بيوت كثير من الناس وانتلاع الأسواق بها تغير على الضعف والفطور وعدم المبالات من اتخذها أو اتجر فيها بارتكال من المنكر أو الجهل به وليس دليلا على جواز اتخاذها فالمبتدعة والمخرفون كافرة والمدافعون عن البدع أكثر ولا حول ولا قوة إلا بالله بل ما وقع من بعض الناس من اتخاذها منكرا يجب على العلماء التعاون على إنكاره والقضاء عليه استيرادا واستعمالا لكن المراقب الديني الذي حصل منه التوجيه لحجز هذه الخرق العلاقات فعل ما في اختصاصه شكر الله له سعية أما ما زاد على ذلك من المنكرات التي عمت وطمت فهو أسوة غيبه في إنكار المنكر في حدود علمه وقدرته ولا يعتبر فيما فعل من أهل الدس والتشويه بل قدم معروفا للأمة يحمد عليه وأدى واجب مهمته التي أسندت إليه على ما تبين له من أحكام الشريعة وحسن توجيه رئاسته له وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كتابة الآيات على ساعات الدليل لأطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم إلى سماحة الرئيس العام من سمو الأمير مشاري بن عبد العزيز باعتباره رئيسا لمجلس إدارة شركة السعادة للتجارة والمقاولات المحدودة بخصوص ساعات الدليل التي يراد إدخالها للمملكة لما يرون فيها من خدمة دينية وتعريف بعض المسلمين للاتجاه الصحيح لجهة الكعبة المشرفة وبعض اطلاع اللجنة على ساعة الدليل وما كتب عليها من آية بسم الله الرحمن الرحيم وآية الكرسي وما كتب فيها من الكلمات الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله كتبت الجواب التالي أنزل الله القرآن ليتعبد الناس بتلاوته وتدبر معاني فيعرف أحكامه ويأخذ أنفسهم بالعمل بها وبهذا يكون مواعظة لهم وذكرة تقشعر منه دلودهم وتلين به قلوبهم ويكون شفاء لما في الصدون من الجهل والضلال وطهارة لنفوس من أدران الشرك ومرتكبته من المعاصي والذنوب وجعله سبحانه وغدا ورحمة لمن فتح له قلبه أو ألقى إليه السمع وهو شهيد قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء الآية وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وجعل الله سبحانه القرآن معجزا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآيات باهرة على أنه رسول من عند الله إلى الناس كافة رحمة بهم وإقامة للحجة عليهم قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وقال تلك آيات الكتاب المبين وقال تلك آيات الكتاب الحكيم إلى غير ذلك من الآيات وإذن فالقرآن كتاب هداية وتشريع ومواعذ وعبر وديان للأحكام وآية بالغة ومعجزة باهرة وحجة دامغة أيض الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل سبحانه ليكتبى كلمة أو آية منه على ساعات الدليل الدليل زينة لها أو ترويجا لها وإغراءا بشرائها أو يتخذها حاملها حرزا له إلى جانب استخدامها في معرفة الجهاد فكتابة آية من القرآن أو أكثر على ساعات الدليل أو نحوها فيه انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله واستعماله فيما فيه إزراء به وإهانة له بتعريضه إلى ما لا يليق به من الأوساخ والأقدار ودخول بيت الخلاء به ونحو ذلك ومع هذا فهو عمل مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم ولما كان عليه السلف الصالح فعلى من آمن بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الخير لنفسه أن يبتغي البركة وصلاح شؤونه في دينه ودنياه من الله سبحانه بتلاوة كتابه الكريم والعمل به في عباداته ومعاملاته ليفيد سبحانه عليه من بركاته ويوظم له الأجر ويحفظه في كل أحواله ويوسر له سائر شؤونه وكذلك الحكم في كتابة الكلمات الله أكبر ولا إله إلا الله محمد رسول الله التي جعلت داخل إطار ساعة الدليل فإنها جعلت في الشرع لأعظام الله وإكباره والسماء عليه بها ومفتاح للدخول في الإسلام وعلامة على الإيمان ويعصم بها دم من قالها وماله ولم تجعل لتكون رسوما على أجهزة أو ساعات أو آلات للاستهانة بها فمن المعلوم أن ساعات الدليل وغيرها تؤدي الغرض التي صنعت من أجله من غيرها يتوقف ذلك على كتابة الآيات أو هذه الأذكار عليها أو فيها وإنما القصد من كتابة ذلك الترغيب فيها ترويجا للتجارة ثم ينتهي الأمر إلى التبرك بها واتخاذها حرزا يستصحب للحفظ من مكروه أو بلاء وبناء على ما ذكرنا نرى منع استيرادها ما دمت مجتملة على الكتابة المذكرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنه إذا التقدم الكبير الذي أحرزه العالم في مجال الفكر الإعلامي بالنشر والمتصقات والمعلقات والإذاعات مسموعة ومرئية فقد استعنى بالله في مصنع البلاستيك الذي نتولى لإنتاج نماذج نساهم بها في التذكير بكلام الله عز وجل وقد وفقنا الله عز وجل فاستطعنا إخراج نماذج لمعلقات تحمل آيات من القرآن الكريم وأسماء الله الحسنة وأحاديث نبوية شريفة علما بأن المعلقات البلاستيك التي أتقدم بها لسماحتكم لا يمكن استخدامها لغير التذكر والتدبر فطبيعتها تجعلها لا تصلح أن يشرب فيها أو يأكل وذلك أنها مغطار لطبقة من المعادن الفضية والأحبار التلوينية تجعل استخدامها في هذه الأغراض مستحيلة وأنها صنعت بحيث لا يمكن حملها على صدور أو في اليد ولا يمكن إلقاؤها بإهمال ذلك إن تصميمها جعل لها شرشفة خارجية وتعليقات وحروفة مدببة تجعل حائزها يعلقها في مكان مصول مكرم ولقد وجدنا نصارى متمكنين في فن النشر والتوائية والآلام وبث ما يريدون من أفكار ومعتقدات باستخدام وسائل حديثة أهمهم المتصقات والمعلقات تعلق في روحات بالشوارع والحافلات والأماكن العامة والخاصة يقصد بذلك توالي وتتبع التذكير بتكراره أمام العين في كل مكان حتى يقر في الصدور ما يريدون وإن كل ما يريدون ما هو إلا معتقدات صليبية وأفكار إلحادية ومفاسد ورعياذ بالله إلا أنهم باستخدام الوسائل القوية يستطيعون جعل الناس يؤمنون بالباطل ويوقرون الإلحاد وأولى بالمسلمين وأحق أن يذكروا الناس بكلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مستخدمين الوسائل الحديثة القوية في التوائية والإعلام وقد يفقني له سبحانه وتعالى أن تحمل منتجاتي كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتظهر متوالية متتابعة في الأماكن المعقرة مرفوعة أمام أنظار تذكر الناس بما أراد لهم الله أي يذكروا به فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وبذلك فإنني أساهم قدر جذدي في رفع كلمة الله ونشر الفكر الإسلامي منتصرا له فوق كل الأفكار وما توفيقي إلا بالله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أنزل الله تعالى القرآن ليكون معظة للناس وعبرة وليكون شفاء في الصدور من أمراض الشرك والانحراف عن الحق وليهتدي به الناس في عبادتهم ومعاملاتهم وليرحم سبحانه به المؤمنين الذين يتلونه حق تلاوته ويسترشدون به في جميع شؤونهم ويأخذون أنفسهم بالعمل به في كل أحوالهم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد الوجه الثاني يبدأ حالا يتابع القراءة في جواب الفتوى المتعلقة بكتابة الآيات على معلقات كما أن الأحاديث النبوية الصحيحة جاءت بيانا للقرآن وهداية للناس وتفصيلا للأحكام ليسترشد بها الناس في فهم كتاب الله تعالى ويتدبر آياته ولعلهم يتفكرون قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين بالناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائمين خصيمة وسم تعالى نفسه بالأسماء الحسنى ليعرف عباده بنفسه فيثبتوها له ويؤمن بما دلت عليه من الكمال والجلال ويثمو عليه الثناء الجميل ويدعوه بها في السراء والضراء خوفا ورجاءا ويحصوها عقيدة وعملا ويحافظ عليها لفظا ومعنى فلا يرحد ولا يميل بها عما قصد منها قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسماء من أحصاها دخل الجنة أي أحصاها أتقادا وقولا وعملا ومحافظة على حرمتها ومقتضاها وقد أمر الله ببلغ والدعوة إلى الإسلام وبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا فكما يخطب في أصحابه رضي الله عنهم ويتعهدهم بالمواعظ والتذكير ويكتب الرسائل إلى الملوك والرؤساء ويغشى الكفار في نواديهم ومجالسهم ليبلغهم دين الإسلام ولم يعرف عنه أنه كتب سورة من القرآن أو آية منه أو حديثا له أو أسماء الله تعالى على لوحات أو أطباق لتعلق على الجدران أو في الممرات من أجل الزينة أو التبرك أو لتكون وسيلة للتذكير والبلاغ أو للعظة والاعتبار ودرج على هديه في ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة رضي الله عنهم وتبعهم في هذا آئمة الهدى من السلف الصالح الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون من بعده رضي الله عنهم فلم يكونوا يكتبون شيئا من القرآن ولا الأحاديث النبوية الصحيحة ولا أسماء الله الحسنة على ألواح أو على أطباق أو أقمشة ليعلقوها على الجدران للزينة أو التذكير والاعتبار بعد أن انتشر الإسلام واتسعت رقعته وعمت الثقافة الإسلامية البلاد والأقطار وكثر الكتاب وتيسرت وسائل كثيرة متنوعة للإعلام كما لم يفعلوا ذلك من قبل وهم أفهموا للإسلام ومقاصده وأحرصوا على نشره وإبلاغه ولو كان ذلك مشروعا لذلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه ولعمل به أصحابه أئمة الهدى بعدهم رضي الله عنهم وعلى هذا فكتابة شيء من القرآن أو الأحاديث النبوية أو أسماء الله الحسنى على ألواح وعطباق أو نحوها لتعلق للزينة أو التذكير أو الاعتبار أو لتتخذ وسيلة لترويج التجارة ونفاق البضاعة وإغراء الناس من ذلك ليقبلوا على شرائها وليكون نماء المال وزيادة الأرباح عدول بالقرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاصد النبيلة التي يهدف إليها الإسلام من وراء ذلك ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وأئمة السلف رضي الله عنهم ومع هذا قد يعرض لها ما لا يليق من الإهانة على مر الأيام وطول العهد عند الانتقال من منزل لآخر أو نقلها من مكان لآخر وحمل الجنب أو الحائض لها أو مسها إياها عند ذلك فعلى المسلم أن يعرف لكتاب الله تعالى منزلته وأن يقدره قدره وليجعل مقاصده نصب عينيه وليتخذ منه ومن الأحاديث النبوية منارا يهتدي به وليحذر الذين يخالفون مقاصد التشريع الإسلامي أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ومن آمن بالقرآن وبأسماء الله الحسنى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فليلتمس الهدى والبركة من الله لتلاوة كتابه الكريم وتدبره والتفقه فيه ومعرفة بيانه بالاطلاع على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها ويأخذ نفسه بالعمل بذلك في عبادته ومعاملاته ليفيد عليه من بركاته حسية ومعنوية ويجزل له الأجر ويحفظه في شؤونه وأحواله ولا يلتمس ذلك فيما يخالف هدي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من تعليق ما كتب من ذلك على الجدران ونحوها ولا يجوز التأسي بالكفرة من النصارى وغيرهم فيما يخالف شرع الله عز وجل ولما ذكرنا فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى عدم السماح بدخول مثل هذه الأطباق إلى هذه المملكة كما ترى أنه لا ينبغي للمسلم إنتاج مثل هذه الأطباق من مصنعه محافظة على حرمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حرمة أسمائه وصفاته عز وجل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أحدنا يحمل المصحف في جيبه وربما دخل به الخلاء فما حكم ذلك أفيدون جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد حمل المصحف بالجيب جائز ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام ومعه مصحف بل يجعل المصحف في مكان لائق به تعظيما لكتاب الله واحتراما له لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوف من أن يسرق إذا تركه خارجا جاز له الدخول به للضرورة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا أحمل المصحف الشريف في جيبي ودخلت دورة المياه ونسيت أنه في جيبي فما الحكم في ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان الواقع كما ذكرت من المسيان فلا إثم عليك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قراءة القرآن قراءة القرآن لغير المسلم هل يحق لنا أن ندعى أحد المسيحيين رغبة في أن يهديه الله يقرأ القرآن المترجم ولو كان غير طاهر أي يقرأ معاني القرآن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الدعوة إلى الله هي طريقة الرسل قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وتسليمه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم من أنواع الدعوة إلى الله فلا بأس بذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عن ترجمة معاني القرآن ما حكم أعطاء ترجمة القرآن بلغة أخرى إن جاز هذا التعبير لغير المسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز ويعطاء ترجمة معاني القرآن الكريم لغير المسلم من أجل البلاغ ودعوته إلى الإسلام وتغليبا لجانب الترجمة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حمل المصحف إلى بلد يهان فيه هل يجوز حمل المصحف القرآن إلى بلاد الكفار جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد حمل المصحف للمسلم إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم وقال آخرون يمنع ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر به إلى بلادهم خشية أن ينتهموه أو يحرفوه أو يشبهوا على المسلمين فيه روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى عرض العدو وروا مسلم أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى عرض العدو مخافة أن يناله العدو لا تسافروا بالقرآن فإنه لا آمن أن يناله العدو قال آخرون يجوز حمله إلى بلادهم للبلاغ وإقامة الحجة عليهم وللتحفظ والتفهم لأحكامه عند الحاجة إذا كان للمسلمين قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من العهود والمواثيق ونحو ذلك مما يكفل حفظه ويرجى معه التمكن من الانتفاع به في البلاغ والحفظ والدراسة ويؤيد ذلك ما ورد في آخر حديث النهي عن السفر به إلى بلادهم من التعليل وهذا الأخير هو الأرجح لحصول المصلحة مع انتفاء المفسدة التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا مسؤول عن دريد الموسم ويوجد في هذه البلدة المغتربون وغيرهم فيأتون أحيانا بمظاريف وفي داخل المظروف مصحف متوسط الحجم ويريدون إرسالها إلى بلاد غير عربية والغالب على أهلها الكفر فهل يجوز إرسال القرآن الكريم إلى هذه البلدة مع العلم أنه ورد في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو متفق عليه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان المرسل إليه المصحف مسلم فلا حرج في إرساله سواء كان البلد عربيا أو غير عربي وسواء كان أهلها مسلمين أم غير مسلمين لأنه الحال ما ذكر لا تنالوه أيدي الكفار لأنه لم يرسل إليهم ولا خطر عليه منهم إلا إذا كان البلد الذي فيه المسلم المرسل إليه المصحف بلدا حربية أو لا يؤمن على المصحف من أخذ الكفار له من يد المرسل إليه أو من موزع البريد فإنه يمنع إرسال المصحف إليه عملا بالحديث الصحيح المذكور في السؤال وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد كتابة الآيات بما يهان من الصحف والوصفات الطبية وغير ذلك اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي وزير الصحة حسين الجزائري والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من رقم خمسة وخمسين واربعمائة وألف تقسيم اثنين في الخامس عشر من الشهر السابع أي شهر رجب سنة ألف وثلاثمائة وتسعين وتسعين هجرية والسؤال تلقت هذه الوزارة خطابا برقم ست واربعين وثلاثمائة تقسيم خاء في السادس عشر من الشهر السادس سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية من مدير إدارة التوعية الإسلامية بوزارة الحج والأوقاف ومفاده أن الوصفات التطبية كتب على كل ورقة منها بسم الله الرحمن الرحيم ولكون مصيرها الرمي وصيانة لسم الله وحفظه فإن مدير إدارة التوعية الإسلامية يطلب من الوزارة عدم كتابة البسملة على دفاية للوصفات التطبية وفي اعتقادنا أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على الوصفات التطبية المشار إليها بل يتعدها إلى جميع ما يكتب من أسماء الله والآيات والأحاديث التي تارد في الصحف والمجلات ومصيرها كذلك إلى القنائم والنفايات كذلك حال جميع المطبوعات للدولة تتصدر كل ورقة منها بالبسملة ومن المعلوم أن هذه الأوراق تصل إلى أيدي الأطفال فيعبثون بها وتلقى في أماكن لا يثق بطهارتها فضلا عن وصولها إلى أماكن النجاسة والوصفات التطبية قد يكون وصولها إلى نفايات أقل كثيرا من وصول الصحف والمجلات حيث إن الوصفات يحتفظ بها الصيدلي بعد صرفها وقد تحرق هذه الوصفات بعد انتهاء الغرض من حفظها إلا أننا نلتمس من سماحتكم الفتوى الشرعية الصحيحة صياعة لأسماء ربنا وكتابه وهدي نبيه وحتى تأخذ الفتوى قائدة عامة ينتفع بها وإن استحسن سماحتكم نشرها في وسائل الإعلام تعميما لفائدتها جواب تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل ورقة من أوراق الوصفات الطبية لما ورد من الأدلة في فضل كتابتها وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبها في مقدمة رسائله ولسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتوى في مشروعية كتابتها هذا نصها إن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في أول كتب العلم والرسائل فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته واستمر على ذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده وصار عليه الناس إلى يومنا هذا وقد حث الله تعالى عليها في القرآن فقال جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى قال الزهري هي بسم الله الرحمن الرحيم وذلك أن الكفار كان يقرون بها كما حث على كتابتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى عبد القادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة مرفوعة كل أمر ذيبار لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع ورواه الخطيب في جامعه بنحوه فيجب تعظيم ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم أو ما فيه أي شيء من القرآن أو السنة لقوله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه والحرمات انكثال الأمر من فرائضه وسننه ومما فرضه يحترام كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من القرآن في سورة النمي بإجماع العلماء وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والشعائر كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم ومن ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكما يجب تعظيم ذلك فاشرع للإنسان أن يحرقه إذا أدعت إليه الحاجة كما فعل عثمان رضي الله عنه فإن جمع الناس على مصحف واحد كان من أعماله وقد حرق ما سواه من المصاحف ووافقه الصحابة رضي الله عنهم فكان هذا إجماعا منهم ومن رأى أحدا يفعل شيئا من الإهانة فيجب الإنكار عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وسوف نقوم حول ذلك بما يلزم إن شاء الله وأما كون بعض الأوراق التي تكتب عليها البسملة قد ترمى في بعض المحلات غير اللائقة فلا خرج على الكاتب في ذلك وإنما إثم ذلك على مرماها أو امتهنها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير جمهورك مطار المدينة عن طريق مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم سبعة وثلاثين ومائتين في الواحد والعشرين من شهر الله المحرم سنة ثمان واربعمائة وألف هجرية وقد سأل سؤالا هذا نصه بناء على خطاب مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي برقم ثلاثة عشر وتسعمائة وسبعة آلاف تقسيم واحد وتسعين ومائة وأحد عشر ألف شين جيم في الثاني من ذي الحجة سنة سبعين واربعمائة وألف هجرية بخصوص ثلاجات ماء وجدت بالحرم النبوي الشريف مكتوب عليها عبارة جوت معناها لفظ الجلالة الله باللغة الألمانية وطلب سعادته إبلاغ فضيلتكم لإبداء رأيكم حيال هذا الموضوع وموافاتنا به ليتسنى لنا اتخاذ ما يجب وفقكم الله لما فيه خدمة الدين والوطن وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا حرج في ذلك لأن كتاب تسمي الجلالة على الثلاجة ليس محل امتهان ولعله يشار به إلى أنه يوضع فيه ماء في سبيل الله تعالى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يوجد بعض علب لبيع الألبان ومكتوب على العلبة بعض آية من القرآن الكريم هو لبنا خالصا سائقا للشاربين ومصير هذه العلب بعد الاستعمال الرمي في الكناسات وانتهانها فإن كان لا يجوز وضعها على العلب ولا رميها في الأقذار فأفيدوني لأبلغ باعة الألبان ليحتاطوا في ذلك والله يحفظكم وقد أجابت اللجنة بما يلي إن هؤلاء يأخذون كلمات من القرآن والحديث ولا يقصدون بذلك حكايتها على أنها قرآن أو حديث ولذلك لم يقولوا قال الله تعالى ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخذوها استحسانا لها ولمناسبتها ما قصدوا استعمالها فيه من جعلها في لافتة أو استعمالها في الدعاية إلى ما كتبت عليه وبذلك خرجت في كتابتهم عن أن تكون قرآنا أو حديثا ومثل هذا يسمى اقتباسا وهو عند علماء البديع أخذ شيء من القرآن أو الحديث على غير طريق الحكاية ليجعل به الكلام نصرا أو نظما وعلى هذا لا يكون حكمه حكم القرآن من تحريم حمله أو مسه على غير المتطهر أو تحريم النطق به على من كان جنوبا ولكن لا يليق بالمسلم أن يقتبس شيئا من القرآن أو الحديث للأغراض الدنيئة أو يكتب عنوانا أو دعاية لصناعة أو مهنة أو عمل خسيس لما في نفس الاقتباس لذلك من الامتهان وأن رمي الأوراق المكتوبة أو الأولى المكتوبة عليها في الأقدار ونحوها أو استعمالها فيما فيه انتهان لها فلا يجوز وإن كان المكتوب قرآنا كان ذلك أشد خطرا وإن قصد برمي ما فيه القرآن انتهانه أو كان مستهترا بقذفه في القاذورات أو باستعماله فيها كان ذلك كفرا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي مدير عام الجمارك والمحال للجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والسؤال يرد الجمارك لبعض التجار أنواع مختلفة من السجاد بمقاسات مختلفة قد استفسر بعضهم عن إنكانية فسح السجاد التي تحمل نفض الجلالها أو اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدمه من العينة المرفقة إن هذه الأصناف تعلق على الحائط ولا توضع على الأرض وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي لا يجوز الفسح للسجاد الذي كتب عليه لفظ الجلالة أو اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يترتب على ذلك من الإهانة بافتراشها والصلاة عليها وكونها توضع على الجدران لا يلتزم به كل من كانت عنده هذه السجادة بل من الناس من وضعها على الحائط ومنهم من يفرشها في الأرض ومن القواعد المقررة في الشريعة سد الضرائع الموصلة إلى امتهاك محارم الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يجيب لوحات تعلق على الحائط مكتوب عليها آية الكرسي تعلق على الغرف تكريما وافتخارا بالقرآن الكريم هل مثل هذه اللوحات محرم ضيعها في الأسواق واستيرادها إلى المملكة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن نزل ليكون حجة على العالمين ودستورا ومنهاجا لجميع أفراد المسلمين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه يحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف والرقاع والألواح ونحوه للرجوع إليه وتلاوته منه عند الحاجة هذا هو الذي فهم المسلمون الأوائل ودرج عملهم عليه أما ما بدأ يغاو في هذه الأزمنة من كتابة بعض القرآن على لوحة أو رقع كتابة مزخرفة وتعليقها داخل غرفة أو سيارة أو نحو ذلك هذا ليس من عمل السلف وقد يكون في ذلك من المفاسد أعظم مما قصد الكاتب أو المعلق من تعظيمه والافتخار به من شغل المعتنين بذلك عن الاهتمام بأغراض القرآن التي نزل من أجلها فالأولى بالمسلم أن يترك هذه الأشياء ويبتعد عن التعامل فيها وإن كان الأصل فيها الحل خشية أن يكثر استعمالها والتعامل فيها فتشغل الناس عما هو المخصود من القرآن وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم من يضع متاعه أو حاجياته أو يلقيها في كتب أو ورق يحتوي على صور وآيات من القرآن الكريم والسنة المطهرة فأنكر عليه شخص بالقول فرد عليه فقال أي الذي يضع البضاعة لا بأس بهذا ولا ضرر في ذلك واستمر في عمله هذا وقال لا أجل غير هذا الورق مع العلم أنه يقرأ ويكتب وهذه ظاهرة شائعة عندنا فما حكم الله في هذا العمل وهل أسير في الشارع راكعا لجمع تلك الآيات والصور التي كثر رميها على الأرض في حين أن الناس تسخر فماذا أفعل لإزالة هذا المنكر المنتشر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا لا يجوز ويضع المسلم متاعه أو حاجته في أوراق كتب فيها صور وآيات من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية ولا يلقى ما كتب فيه بالشوارع والحارات والأماكن القذرة لما في ذلك من الامتهان وانتهاك حرمة القرآن والأحاديث النبوية وذكر الله ودعوى أنه لا يجب غير هذا الورق دعوى يكذبها الواقع فإن وسائل صيانة المتاع كثيرة وفيها غنية عن استعمال ما كتب فيه القرآن والأحاديث النبوية أو ذكر الله وإنما هو الكسل وضعف الدين ثانيا يكفيك للخروج من الإثم والحرج أن تنصح الناس بعدم استعمال ما ذكر فيما فيه امتهان وأن تحذرهم من إلقاء ذلك في سلات القمامة وفي الشوارع والحارات ونحوها ولست مكلفا بما فيه حرج عليك من جعل نفسك وقفا على جمع ما تنثر من ذلك في الشوارع ونحوها وإنما ترفع من ذلك ما تأثر منه دون مشقة وحرج وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حكم رمي الجرائد في الزبائل يذكر السائل أن بعض الجرائد يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم وأنها ترمى بالشوارع وبعض الناس يستعملها للتنظيف فما حكم ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في أول كتب العلم والرسائل فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته واستمر على ذلك خلفائه وأصحابه من بعده وصار عليه الناس إلى يومنا هذا فتعظيمها وصيانتها واجبان وإهانتها محرمة والإثم على من يهينها لأنها آية من كتاب الله جل وعلا وبعض آية من سورة النمل ولا يجوز لأحد أن يستعملها في التنظف أو أن يتخذها سفرة أو ملفا للحوائج كما لا يجوز إلقاؤها بالزبالات والقمائم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لدي جرائد قديمة كثيرة مطروحة بعد اغتراءة فهل يجوز إعطاء الجرائد للغسال وبيع الخبز لاستعمالها في ذلك عند اللزوم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز إعطاء الجرائد للغسال ليلف فيها الملابس ولا لباء الخبز ليستعملها لفافة للخبز أو العيش لأن الغالب في الجرائد أن فيها مقالات إسلامية تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية ويكتب فيها الكثير من أسماء الله تعالى واستعمالها فيما ذكر امتهان لآيات القرآن والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى فالواجب صيانتها أو إحراقها أو دفنها في مكان طاهر وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثاني والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة وله بقية على الشريط الثالث والأربعين الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط الثالث والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ولا زلنا مع التفسير نوصل القراءة في الفتاوى المتعلقة بكتابة آيات القرآن على الأوراق وفي الصحف وحكم استعمال ذلك كله سؤال هل يجوز لنا إحراق الجرائد بعد القراءة وهل يجوز إحراق أوراق القرآن الكريم التي نجدها في الشوارع جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم يجوز إحراق أوراق الجرائد سيانة لما قد يكون فيها من آيات قرآنية أو حديث نبوي أو نحو ذلك مما يجب احترامه ويجوز أيضا إحراق أوراق المصحف سيانة لها من الإهانة ومحافظة على حرمتها ولك أيضا أن تحفظها من الإهانة بدفنها في أرض طيبة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم استعمال ورق الجرائد في لف الأشياء أو فرشه على الأرض ثم إلقائه في القمامة مع العلم بعض الصفحات تحتوي على آيات من كتاب الله الكريم وكيف يمكن صيانة الآيات المطبوعة في الجرائد مع تداولها بين جميع الناس على اختلاف دياناتهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وابعث لا يجوز استعمالها فيما ذكر ولا إلقاؤها في القمامة لما في ذلك من امتهان ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى وطريق العمل فيها حفظ ما احتيج إليه منها وإحراق ما لا يحتاج إليه أو دفنه بعيدا عن الأقدار وممر الناس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآبه وصحبه وسلم سؤال إن كثير من أصحاب الشركات ومصانع الورق يستوردون الأوراق الفاضلة waste paper من البلاد الأجنبية لكي يصنعوا منها ورقا جديدا على حسب رضاهم وتلك الأوراق تنزل على ميناء كالكوتة من البواخر وبعده تذهب إلى مخازن المصانع وفي تلك الأوراق وجدت نسخ قرآن كريم وكتبا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجزاء منهما بعض منها مناسب للاستعمال وبعض منها لا يناسب وإنها أصحاب الشركات والمصانع من غير المسلمين المسلمون يقولون إن هذا توهين لكتبنا الدينية فلا نسمح للشركات إلا أن تدير الاحترام لكتبنا المعززة على حسب الشريعة الإسلامية وهم يصبون على الحكومة أنها تمنع استيراد هذه الأموال التي منها وصلت الميناء لا تسمح بإخراجها من الميناء فبدأ الامتعاد في قلوبهم وأجمع على مطالباتهم والحكومة لم تمنع استيرادها أو تمنع إخراج الأموال الموصولة بالميناء فتلك الشركات تتحمل خسارة عظيمة وتغلق أبواب المصانع الورقية ولكن حكومتهم ترغب في جذب قلوب المسلمين على حسب دينهم ولا ترغب الجبر على أي فريق فالحكومة تريد الفتاة من حضرتكم مع الأدلة والبراهين الإسلامية في هذه القضية لكي لا تخطئ في العدل أو الإنصاف فمن فضلكم تكتبون الجواب المشروح في القضية المذكورة مع الأدلة والبراهين من كتب الدين الإسلامي مع أرقام الصفحات للاستبلال لكي نكشفها على المسلمين وعلمائهم ما هو مصرث هذه الأوراق والكتب المعززة؟ هل يجوز المسلمين يضعوها في الماكينة بالمصنع مع كمال الاحترام؟ والماكينة تغير هيئتها بالأدوية وتصير مثل القطن وبعدها تصنع منها أوراق جديدة؟ لو تدفن في القبر أو قعر الأرض فأبقى الخطر إن الأطفال يأخذونها من القبول ويبيعونها في السوق مرة ثانية ولو نضعوها في البحيرة أو في البحر فيبقى الخطر المذكور أيضا والنظير لكليهما موجود عند الشرطة فساعدون في هذه القضية بجوابكم المفصل تحت القوانين الإسلامية لكي نقدمه إلى أصحاب العجل بحكومتنا وجزاكم الله خيرا جزيلا في الدارين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أولا يجب صيانة الأوراق المكتوب بها القرآن العظيم لأنه كلام رب العالمين فأحرم امتهانها أو تعريضها لإهانة ثانيا لا يجب تمكين غير المسلمين من مثل كتاب الكريم القرآن ثالثا يجب المسلمين إزالة رسم القرآن من الأوراق المصاحف المتمزقة إما بالإحراق أو دفنها في أرض طاهرة احتراما للقرآن وصونا له عن الأذى والإهانة وسبق أن عرض موضوع استعمال الأوراق التي فيها شيء من القرآن على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته السادسة والعشرين وصدر منه قرار بالإجماع يمنع ما ذكره السائل وهذا نص ما قال مجيبا لمعالي وزير الحج والأوقاف في المملكة العربية السعودية واحد ما عملتم به بشأن الأوراق التجريبية من طحنها ثم حرقها ثم دفنها في مكان طهر عمل جيد وموافق لما ذكره أهل العلم اقتداءا بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه اثنان يرى المجلس عدم الموافقة على طلب مصنع الغدير لما يترتب على ذلك من الإهانة والابتدان لما في الأوراق من كلام الله عز وجل رابعا أما كتب الحديث الشريف والأجزاء التي فيها شيء من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب أيضا صيانتها وعدم إهانتها وذلك بإحراقها أو دفنها بأرض طيبة بعيدة عن متناور السبيان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم استعمال ألفاظ القرآن فيما يعتاده الناس من أفعال سؤال ما حكم تأول القرآن عندما يعرض لأحد منا شيء من أمور الدين كقول أحدنا عندما يحصل عليه شدة أو ضيق تأزهم أزاء سورة مريم أو عندما يلاقي صاحبه جئت على قادر يا موسى أو عندما يحضر طعام كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية إلى آخر ما هناك مما يستعمله بعض الناس اليوم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الخير في فرك استعمال هذه الكلمات وأمثالها فيما ذكر تنزيها للقرآن وصيانة له عما لا يليق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال استعملوا بعض آيات القرآن في المزاح ما بين الأصدقاء مثال خذوه فغلوه ووجوه يومئذ عليها غبرة وسيماه في وجوههم هل يجوز استعمال هذه الآيات في المزاح ما بين الأصدقاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح على أنها آيات من القرآن أما إذا كانت هناك كلمة دارجة على اللسان لا يقصد بها حكاية آية من القرآن أو جملة منه فيجوز وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما الحكم في تسمية بعض الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية إن ربك لب المرصاد و وبالوالدين إحسان و والليل إذا سجى وما الحكم في الأغاني الدينية والوطنية والمرشحات جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض لا يجوز تسمية الأفلام السينمائية لبعض الآيات القرآنية لأن ذلك من الاستهانة بالقرآن ومن التلبيس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد فقد اطلعت اللجاة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على سؤال المقدم من الدكتور نزار بن محمد فتيح إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم سبعة وألف في العاشر من الشهر الخامس سنة ثلاث واربعمائة وألف هجرية ونصه إنه يتوفر للمستشفى التخصصي وسائل اتصالات داخلية جيدة تسمح للمخاطب بمخاطعة المكالمة القادمة والانتقال إلى مكالمة أخرى مدة تطول أو تقصر حسب ما تدعو الحاجة ثم العودة إلى المكالمة الموقوفة وخلال فترة الانقطاع المذكورة يمكن المتكلم أن يستمع إلى مادة مسجلة مناسبة ولقد رغبنا أن نملأ فترة الانقطاع هذه بمادة دينية سواء المقاطع من القرآن الكريم أو من الأحاديث الشريفة حيث أنه قد يتخلل لانقطاعات أمور دنيوية يدخل فيها الجد والهزل حسب مكانة وظرف المتحدثين فقد رأينا الاستئناس برأي سماحتكم قبل إدخال مثل هذه المواد الدينية أولاً لا يجوز قطع المكالمة أو وقفها لما في ذلك من الأذى إلا لمقتض يدعو إلى ذلك كإساعة المتكلم لإساءة لا تزول إلا بقطعها أو طروق أمر ضروري أو أصلح يدعو إلى وقفها أو قطعها ثانياً بل ينبغي القصد إلى تلاوته قصداً أولياً عبادة لله وتقرباً إليه مع تدبر معانيه والاعتبار بمواعظه لا لمجرد التسلية والتفكه وملء الفراغ وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز خلطها بالهزل والدعايات بل تجب العناية بها وصيانتها عما لا يليق فالقصد إليها لفهم الأحكام أي أحكام الشرع منها والعمل بمقتضاها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللحن في التلاوة سؤال ما حكم العاجز عن أداء حرف الضاد من مخرجه وقد اختلفت فيه الناس فمنهم من يقول على العاجز أن ينطق به ضاء ومنهم من يقول عليه أن ينطق به دال فبينوا لنا الحق في ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجب على من لا يحسن إخراج الضاد من مخرجه أن يجتهد طاقته ويبذل وسعه في تمرين لسانه على إخراج الضاد من مخرجه والمطق به مطقاً صخيحاً فإن عجز بعد بذل جهده عن المطق الصخيح فهو معذور وما عليه إلا أن ينطق به كما يتيسر له فلا يكلف بمطقه ضاء أو دالاً على الخصوص لقوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا أوسعها وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرجه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا يمني لي في السعودية أكثر من عشر سنوات يتيم الأبوين وأحب قراءة القرآن الكثير وكثيراً ما أقرأ في المسجد ولكني في بعض الآيات لا أنطقها نطقاً صحيحاً وهذا راجعاً إلى أمن لم أدخل المدارس بتاتاً فالقراءة القرآن الكريم بهذه الصورة غير السليمة في بعض الآيات هل يلحقني ذنب أم لا راجعاً توضيح ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عليك أن تحاول تصحيح قراءتك وذلك بأن تتعلم قراءته على أحد القراء المعتبرين وتكثر قراءة ما أتقنته في المسجد وغيره ومتى اجتهدت في ذلك يسر الله أمرك فقد صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كان رجل يقرأ القرآن ويلحن فيه وكان رجل يصلي إلى جانبه فرد عليه وهو في التشهد فهل على القاري إثم وهل صلاة من رد عليه صحيحة أفتوني على ذلك مع الدليل المقنع جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولاً إذا كان القاري مبتدئاً بتحفظ القرآن ويعالد ضده فلا إثم عليه بل له أجر لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر عن رواه البخاري ومسلم ثانياً المصل الذي رد على القارئ غير إمامه وصحح له خطأ مخطئ معذور في رده عليه لجهله وصلاته صحيحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف أتعلم تجويد القرآن وفي أي كتاب أجد هذا التجويد وقد سمعت من إذاعتكم في برنامج رحاب القرآن ولقد اشتريت هداية المستفيد وما فهمت معناه لأنه ليس واضح ولقد تعلمنا في المدرسة الإسلامية في جيبوتي فهل تجدون سبيلاً إلى الحل وقد جئت من بلاد المستعمرة الحبشية وما تعلمت هل لكم أن ترسلوا لي كاسة مسجلة بالقرآن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يمكن أن يتم تعلمك القرآن موجوداً بتعلم قواعد التجويد والإمام بها من كتاب الهداية وغيرها وأن يتم ذلك على يد المعلم الناهر في القراءة وأن تكثر من التمرن على تجويد القرآن عملية ويمكنك أن تستعين في ذلك أيضاً بالاستماع إلى برنامج إذاعة القرآن من الإذاعة السعودية وبالله التوفيق الحديث عن عائشة رضي الله عنها والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض من أسباب حفظ القرآن تكراره وتعاهده كثيراً والصدق والإخلاص والرغبة في حفظه وتفهمه وتدبره والضرعة إلى الله سبحانه وسؤاله التوفيق بذلك مع الحذر من المعاصي والتوبة إلى الله سبحانه عما سلف منها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم من يكثر من قراءة القرآن الكريم ولكن ضعف ذاكرته لا يستطيع أن يحفظه وما حكم من حفظ القرآن ونسيه كمن يحفظه للاختبار أفي ذلك وزر؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض من أكثر من قراءة القرآن لكنه لم يحفظه لضعف ذاكرته يؤجر على قراءته ويؤضر في عدم حفظه لقوله تعالى فاتقوا الله مستطعتم ومن حفظ القرآن للاختبار مثلا ثم نسيه فقد أساء وفاته خير كثير وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤالاً حفظت في الصغر خمسة أجزاء من القرآن الكريم مرتين ثم أنسيتها وأحاول جاهداً استعادة حفظها في الكبر رغم كثرة القراءة في المصحف ولكني عجزت وأخشى الله تعالى لقوله في سورة طاها في الآية السادسة والأشرين والمئة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى السؤال هل المقصود آيات القرآن الكريم أم آيات الله في الكون الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المقصود بالمسيان ترك العمل بها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم مسيان القرآن سؤالاً رجل حفظ من القرآن خمسة أجزاء ثم لكثرة أعماله وأشغاله لم يراجع ما حفظ لفترة طالت جدا حتى نسي ما حفظ فما حكمه هل يأثم على ذلك وهل هناك أحاديث تهدد وتتوعد أنثاله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ينبغي نصحه وترغيبه لعله يرجع له تعلم القرآن كله وتلاوته يتدبره والعمل به وينبغي أيضاً تحذيره من سوء عاقبة انشغاله بالدنيا عن أمور دينه أما الحديث الذي فيه الوعيد لمن حفظ القرآن ثم نسيه فهو حديث ضعيف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم من استظهر كتاب الله عن ظهر قلب ثم نسيه هل يعاقبه أو لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن كلام الله تعالى وهو أفضل الكلام ومجمع الأحكام وتلاوته عبادة تدين بها القلوب وتخشع النفوس إلى غير ذلك من منافع التي لا تخصى من أجل ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده حتى لا ينسى فقال صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها فلا يليق بالحافظ له أن يغفل عن تلاوته ولا أن يفرط في تعاهده بل ينبغي أن يتخذ لنفسه منه وردا يوميا يساعده على ضبطه ويحول دون نسيانه رجاء الأجل والاستفادة من أحكامه عقيدة وعملة ولكن من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه عن شغل أو غفلة ليس بآث وما ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ودله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنني شاب عمري الآن ثلاثة وعشرون عاما وعندما كنت في سن الثانية عشر التحقت من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم فحفظت القرآن الكريم كله والآن نسيت ما حفظت منه إلا القليل ولم أحفظ إلا أجزاء معدودة حوالي أربعة أجزاء فهل علي إثم بذلك؟ وحاولت حفظه الآن لكن أجد صعوبة في ذلك فماذا أفعل؟ هل أعود لحفظه مرة ثانية؟ وهل علي إثم فيما نسيت منه؟ أي من حفظه؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ننصحك بالعودة إلى حفظه مرة ثانية والمداومة على قراءته وتعاهده والعمل به ورد الله لنا ولك العون والتوفيق ولا إثم عليك في ذلك إن شاء الله لأن الأحاديث الواردة في وعيد من نسي شيئا منه كلها ضعيفة وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أهجر القرآن ما حكم قراءة القرآن؟ أهي واجبة أم مستحبة؟ لحيث سئلنا عن حكمه فمنهما قال ليس بواجب إن قرأ فلا بأس وإن لم يقرأ فلا شيء عليه فإذا كان كذلك فقد يهجره الكثير فما حكم هجره وما حكم تلاوته؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المشروع في حق المسلم أن يحافظ على تلاوة القرآن ويكثر من ذلك حسب استطاعته انتصالا لقول الله سبحانه وتعالى في عمونه أطل ما أوحي إليك من الكتاب الآية وقوله وأطل ما أوحي إليك من كتاب ربك الآية وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن ولقول نبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة خرجه مسلم في صحيحه وأن يبتعد عن هجره والانقطاع عنه بأي معنى من معاني الهجر التي ذكرها العلماء في تفسير هجر القرآن قال الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون بالقرآن ولا يستمعونه كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه الآية فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثر اللغة والكلامة في غيره حتى لا يسمعوا فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه كذلك من هجرانه وترك تدبره وتفهمه من هجرانه وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهي وزواجره من هجرانه والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أثناء السير بالسيارة أو الجلوس بالمنزل كثيرا ما نسمع آيات القرآن الكريم تتلأ ولكن يكون الإنسان في حاجة باستماع شيء آخر مثل الأخبار أو قراءة الجريدة نظرا لعدم توفر الوقت للسماع للذكر وفعل مثل هذه الأشياء بالترتيب فهل إقفال راديو أو غيره لغرض استماع الأخبار أو قراءة الصحف يعتبر إعراضا عن ذكر الله وما هو الحل في مثل آلك جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا حرج من سماع الأخبار وقراءة الصحف بدلا من فكة الإذاعة على القرآن لأن كل شيء له وقته ولا تضمن ذلك الإعراض على القرآن ولا هجرة إذا كان للمؤمن أو قراءة أخرى يقرأ فيها القرآن أو يستمع فيها إذاعة القرآن وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال رجل درس القرآن إلا أنه يمضي عليه الحول أم يقرأ القرآن فما الحكم الشرع في هجره للقرآن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا ينبغي ذلك وعلى من حوله من أهل العلم نصحوره وبيان فضيلة تلاوته وتدبره وللتعاظ به عسى أي الطائفة ويقبل على تلاوته ولله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قراءة القرآن واجبة أم مستحبة وما حكم هجره هل هو حرام أم مكره جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا أنزو الله القرآن للإيمان به وتعلمه وتلاوته وتدبره والعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه والاستشفاء به من أمراض القلوب وأدرانه إلى غير ذلك من الحكم التي أرادها الله من إنزاله والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يصغي إليه وقد يؤمن به ولكن لا يتعلمه وقد يتعلمه ولكن لا يتلوه وقد يتلوه ولكن لا يتدبره وقد يحصل التدبر ولكن لا يعمل به فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يحكمه ولا يتحاكم إليه ولا يستشفي به مما فيه من أمراض في قلبه وبدنه فيحصل الهجر للقرآن من الشخص بقدر ما يحصل منه من الإعراض كما سبق فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يحرص على الانتفاع بالقرآن في شتى وجوه الانتفاع ويفوته من الخير بقدر ما يتصف به من الهجر أما التلاوة في مشروعة ويستحب الإكثار منها وأن يختم كل شهر لكن لا يجب ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قراءة ومس المصحف ممن به حدث أكبر أو أصغر سؤال جرت بيننا مناقشة البارحة حول جواز قراءة القرآن غيبا أو من كتاب يحوي بعض الآيات القرآنية لو كان الشخص غير طاهر مع أن الله سبحانه يقول لا يمسه إلا المطهرون فما الحكم في ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد إن من أراد نفس المصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر والحدث الأصغر ما أوجب وضوءه والحدث الأكبر ما أوجب غسل لعميم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ولما جاء في كتاب عمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر وأما قراءته غيبة فيجوز ممن ليس عليه حدث أكبر فالجنب مثلا لا يقرأ القرآن لا غيبا ولا نظرا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حاشه قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لآية لا يمسه إلا المطهرون قال آخرون لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث قالوا ورفض الآية خبر ومعناها الطلب قالوا والمراد بالقرآن هاهنا المصحف كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو أحتج في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن حزم ألا يمس الخرآن إلا طاهر الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في الجواب عن الفتوى المتعلقة بمس المصحف وتفسير ابن كثير لآية لا يمسه إلا المطهرون روى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال قرأت في صحيفة عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس القرآن إلا طاهر وهذه وجادة جيدة قد قواها الزهري وغيره ومثل هذا ينبغي الأخذ به وقد أسنده الدار القطني عن عمر بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص وفي إسناد كل منهما نظر انتهى من الجزء الرابع من الصفحة التاسعة والتسعين والمائتين من طبعة دار الفكر للنشر والتوزيع وانتهت الحاشية المتعلقة بتفسير ابن كثير رحمه الله لآية لا يمسه إلا المطهرون سؤال هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبا وهو جنب أو يتيمم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب ولو عن ظهر قلب دون أن يمس المصحف لما رواه أحمد وأصحاب السنن على علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة قال الحافظ بن حجر إسناده حسن فإن لم يجد الماء أو عجز عنه لمرض فيمم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كما نعلم أن القرآن الكريم له خرمته حيث لا يمسه إلا المطهرون ما رأيك في الشريط المسجل عليه القرآن الكريم للرجل أو المرأة إذا كان عليهم جنابة أو المرأة إذا كانت حائضا هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبع لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته وكذلك في دخولها المسجد وهل يحل لها أن تجلس فيه أو لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبع أولا لا يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قول العلماء لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع ذلك ثانيا لا يجوز للحائض ولا الجنوب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند جمهور الفقهاء لقول عائشة رضي الله عنها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجه هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب رواه أبو داود والحديث عام في تحريم الجلوس في المسجد للحائض والجنوب ومروره ما به لكنه خصصه قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَةَ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقْولُونَ وَلَا جُنُوبَ إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا فإن معناها يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَا تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ الصَّلَاةَ أي المساجد وأنتم سكارة حتى تفيقوا من سكركم ولا تقربوها وأنتم جنوب حتى تغتسلوا من الجنابة إلا إذا كان دخولكم إياها على وجه الاجتياز والمرور فلا بأس به والحائض حكمها حكم الجنوب في ذلك ويدل على الاستثناء أيضا ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان أحدنا يمر بالمسجد جنوبا مجتازا وما رواه ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنوب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سمعت في نور على الدرب أنه يجوز للحائض إعراب القرآن وأنا أعلم المسلمات التجويد ويأتين إلي من أماكن بعيدة ويكون وقتهن محدودة هل يحل لي أن أعلمهن التجويد وأصحح لهن بعض آيات من القرآن أو أتلو لهن أثناء الحائض وكذلك الحائض منهن تتعلم أم تنتظر حتى تتطهر أفتونا مأجورين وأنا أقرأ من كتب التفسير المجزأة أثناء الحائض هل هذا جائز أم الأحواط الترك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت حائض وأن تعلم الحيض التلاوة والتجويد حال الحائض لكن دون مس المصحف وللحائض أن تمس كتب التفسير تفسير القرآن وتتعرف الآيات منها في أصح قولي العلماء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز تلاوة القرآن أو حمله لمن استجمر بعد خروجه البر يعني الحمام كما يحصر في المدارس عند عدم وجود ماء فيقوم المدارس بتلاوة درس القرآن بعد خروجه البر فهل يكفيه لاستجمار أو يلزمه الوضوء ولو مع مشقة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يجوز لمن استجمر ولم يتوضأ أن يقرأ القرآن إذا لم يكن جنبا مدرسا أو طالبا لكن قراءته على وضوء أفضل أما مس المصحف فلا يجوز عند جمهور العلماء إلا لمتطهر من الحدث الأكبر والأصغر واستدلوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وبما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن حزم لألا يمس القرآن إلا طاهر ويجوز حمله بعلاقته لأنه ليس بمس وبذلك قال الحنابلة أبوح حنيفة والحسن البصري وجمع وإن احتاج المحدث حدثا أصغر أو أكبر إلى مسه ولا ما يتطهر به تيمم وجاز له مسه بذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل علي إثم بقراءة القرآن بدون طهارة لعدم وجود الماء والتراب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كنت على الحالة التي ذكرتها جاز لك أن تقرأ القرآن على غير طهارة لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يصح للإنسان أن يقرأ القرآن وهو بدون وضوء وما هو الدليل وهل فيه اختلاف ما هو الراجح جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن من غير مس المصحف وهو محدث الحدث الأصغر من غير خلاف بين العلماء لأنه لم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك والأصل الجواز لكن قراءته على وضوء أفضل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تجوز قراءة القرآن وأنا غير جنب لكني غير متوضع وهل تجوز وأنا غير مستقبل القبلة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تجوز قراءته لغير الجنب ولو كان غير متوضع ولا مستقبل القبلة لكن لا تمس المصحف إلا وأنت على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنني أقرأ القرآن ولم ينشرح صدري إلا بقراءة القرآن وأنا يمشي معي البول بدون ما أتحكم في نفسي ولم أستطع الامتناع من البول حيث إنه يمشي باستمرار وغير البول نظيف فهل يجوز لي قراءة المصحف جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك بقراءة القرآن ومس المصحف وأنت على حالك المذكورة ولا حرج عليك في الصلاة وحالتك ما ذكرت لكن تستنجي وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضرك ما خرج من البول بعد ذلك وتغسل ما أصب بدنك أو ثوبك منه قبل الصلاة ولا يضرك بعد لو وجد معك في الصلاة قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رد السلام على القرآن سؤال هل يجوز عندما يكون الإنسان يقرأ القرآن ويمر شخص ويرد السلام عليه هل يجوز الامتناع عن القراءة وقطع القراءة ويرد السلام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يرد السلام على من سلم عليه ثم يعود للقراءة جمعا بين الفضيلتين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا دخل الإنسان المسجد وصلى تحية المسجد وعلى يمينه أو يساره رجل يقرأ القرآن هل يسلم عليه أو يتركه لأنه إن سلم عليه خشي المسلم أن يضيع على القارئ حضور قلبه للقراءة ويأثم المسلم وإن لم يسلم ربما يكون في قلبه عليه حزازة ورآه ما سلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفش السلام بينكم كما في الحديث وربما أن القارئ ما يعلم أنه ما ترك السلام إلا خشية أن يضيع عليه حضور قلبه فأيوما أفضل يسلم أو يتركه ويسلم إذا أقيمت الصلاة جزاكم الله خير أي الدنيا والآخرة وأمد في عمركم آمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد السنة أن يسلم عليه لما جاء في الأحاديث الصحيحة من شرعية السلام والمصافحة عند اللقاء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنه في يوم من الأيام في صلاة الظهر كان الجماعة في المسجد وكان فيه شخص يقرأ في الصف الأول في المسجد وإذ بشخص آخر دنى من حوله وصلى ركعتين تحية المسجد ثم سلم وأراد السلام على مصافحة الشخص الذي يقرأ القرآن ومد يده عليه لكي يصافحه فما كان من الشخص الذي يقرأ القرآن أن مد يده اليمنى على عضده الأيسر ولم ينظر لهذا الذي يريد السلام عليه ولا زال يواصل خراءته في المصحف وفي خلال نصف دقيقة عاد الذي يقرأ القرآن وتحدث في المسجد بصوت عال لا يجوز السلام والمصافحة على من يقرأ في المسجد أو غير المسجد وكررها مرارة نرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال والرد بعد التكرار إلينا بأسرع ما يمكن مع تكرم سماحتكم إعلان ذلك في الوسائل الإعلامية ليكون البعض على يقين بعدم التخبط بإجازة محرم أو تحريم حلال حفظكم الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز بدء قارئ القرآن بالسلام وعليها يرد السلام لأنه لم يثبت دليل شرعي على المنع من ذلك والأصل عموم الأدلة في مشروعية البدء بالسلام والرد على من سلم حتى يثبت ما يخصص ذلك من الأدلة وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسمية القرآن بنظام علمي سؤال خطب خطبة ممتازة يشكر عليها وكان هدفها المرأة ما لها وما عليها وحدودها الشرعية وحقوقها وكانت مثيرة جدا وفي أثناء الخطبة قال وهو أول نظام علمي فهل القرآن نظام أو شريعة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأولى يسمى القرآن بما سماه الله به في كتابه من كونه شريعة ومنهاجا وذكرا وموعظة أما تسميته نظاما فلم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة فيما نعلم وإن كان قد اجتمل على تنظيم أمور المسلمين في دينهم ودنياهم ولكن الاقتصار على أسمائه التي سماها الله وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أولا وأحوط وليس هو أول نظام كما قال الإمام المذكور بل قبله كتب سماوية أوضح الله فيها ما يحتاجه العباد المنزلة عليهم كالتوراة والإنجيل والقرآن أشرفها وأعظمها وأكملها وقد قال سبحانه وتعالى فيه ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حكم إقامة مسابقة لحفظ القرآن سؤال ما الحكم في أخذ جوائز في مسابقة لحفظ القرآن؟ وهل يجوز إقامة مسابقة للنساء في حفظ القرآن ويقومن بالتسميع للجنة تحكيم من الرجال؟ أم هذا الأمر بدعة ومثار فتنة؟ وهل أصلا يجوز إقامة مسابقة في هذا المجال؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا حرج في ذلك ولا فرق بين الرجال والنساء في هذا الأمر ولا حرج وعليها أن لا تخضع في القول لقوله سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وأن تكون محجبة التحجب الشرعي ولا يكون في ذلك خلوة بأجنبي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن سؤال حافظ للقرآن يصلي بالناس أو يقرأ للميت بأجرة يستوفيها قبل القراءة فهل يجوز ذلك؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تلاوة القرآن من أفضل العبادات والأصطف العبادات أن تكون خالصة لوجه الله لا يقصد بها سواه من دنيا يصيبها أو وجاه يحظى بها وإنما يرجى بها الله ويخشى عذابه قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص سورة الزمر وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء سورة البينة وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم فلا يجوز لقاري القرآن أن يأخذ على قراءته أجرا يستوفيه قبل القراءة أو بعدها سواء أكانت هذه القراءة في الصلاة أم كانت على الميت ولذا لم يرخص أحد من العلماء في الاستئجار على تلاوة القرآن وليس من هذا أخذ أئمة المساجد والمؤذنين أجرا من بيت مان المسلمين فإنه ليس على التلاوة ولا على نفس الصلاة إنما يأخذه مقابل تفرغه عن شغله الخاص بواجب كفائي عن المسلمين ونظيره أخذ خليفة المسلمين من بيت المال لاشتغاله بواجب أعمال الخلافة الإسلامية عن عمله الخاص الذي يكسب منه لنفسه وكان عمر رضي الله عنه يعطي المجاهدين ومن لهم قدم صدق في الإسلام من بيت المال كل على قدر سابقته وما قدمه لجماعة المسلمين من نفع عميم وأكد من هذا أن الله جعل العاملين على الزكاة الجابين لها نصيبها في الزكاة ولو كانوا أغنياء لقيامهم بواجب إسلامي للجماعة أغنيهم وفقيرهم واشتغالهم بهذا مدة عن الكسب لأنفسهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم أجرة المدرسين الذين يعلمون الناس كتاب الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد حكم أجرة المدرسين الذين يعلمون الناس كتاب الله ليس فيها شيء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز أن يتعلم الرجل القرآن على يد شيخ نظير أجر معين يأخذه هذا الشيخ مع العلم بأن الشيخ إن لم يأخذ هذا المال لن يعلمه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قوله العلماء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله رواه البخاري ولمسيس الحاجة إلى ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو تفسير الحديث النبوي اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به وهل يجوز أخذ أجرة على قراءة القرآن الكريم كما يفعل بعض القراء في مصر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وتدبره ذكرا لله وعبادة له رأى جلاء ثوابه وخوف عقابه وفهما لأحكامه والعمل بها وللتعاض بمواعظه ونهى صلى الله عليه وسلم عن أخذ الأجرة على قراءته والتآكل به وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نص إن حملات القرآن عندنا في المغرب يقرؤونه من أجل التكسب على ما يظهر وكلما أعدت لهم وليمة يأتون ويقرؤونه من غير تماعن في ألفاظه واحترام لتلاوته لعدم التجويد وهناك عندما يقرأ قارئ تراهم أي الآخرين كل منهم يهمس في أذن صاحبه ويتكلمون في أمور خارج الموضوع وهناك بعض القراء الذين يستعملونها يقالوا لها تخزانة عندنا أن يحدثون أعواجاجات يحدثون إعوجاجات في ألفاظه ويحدثون صداعا لا تكاد الأذن تحمله عندما يريدون الوقوف عند فاصل أو غيره ومما يظهر عليهم أيضا أنهم قد خفزوا القرآن لكن مع الأسف الشديد لا يفقهونه ولا يفهمونه ولا يرشدونك ولا يعطونك أي دليل للإرشاد إلا أنهم استغنوا بحفظه فقط هذا فقلت إن أول ما يظهر عليهم أثناء حضورهم في هذه الوليمة هو التماس الأجرة وجمعوا الصداقات من الناس ليتبركوا بهم ثم يأخذون في الدعاء لهم ولآبائهم المتوفين ثم الدعاء للمتصدق عليهم بالنجاح والعون وغير ذلك وبعد جمعهم لتلك الصداقات يقسمونها بينهم ولا ينال منها أي فقير أو مسكين فما حكم الشريعة الإسلامية في الصداقات التي يجمعونها ويفرقونها بينهم وتلك القراءة التي يستعملونها ولقد عثرت في كتاب على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعمل القرآن من أجل التكسب سيأتي يوم القيامة ووجهه عظم أي خال من اللحم فهل هذا الحديث صحيح أم لا وما معنى الآية الكريمة وهي قل ما أسألكم عليه من أجر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا تلاوة القرآن عبادة مخضة وقربه يتقرب بها العبد إلى ربه والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المخضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضات الله وطلبا للمثوبة عنده فلا ينبغي بها أن يبتغي المخنوق جزاء ولا شكور ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرؤون القرآن في حفلات أولاء ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه ولم يعرف أيضا عن أحد منهم أنه أخذ أجرا على تلاوة القرآن لا في الأفراح ولا في المآتم بل كانوا يتلون كتاب الله رغبة فيما عنده سبحانه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن أن يسأل الله به وحذر من سؤال الناس روى التلمذي في سننه عن عمران بن حسين أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس وأما أخذ الأجرة على تعليمها أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعدل لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه كحديث أبي سعيد في أخذه قطيعا من الغنم جعلا على شفاء من رقاه بسورة الفاتحة وحديث سه في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن فمن أخذ أجرا على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوات القرآن فهو مخالف لما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم ثانيا القرآن كلام الله تعالى وفضله على كلام الخلق كفضل الله على عباده وهو خير الأذكار وأفضلها فينبغي لقارئه أن يكون مؤدبا في تلاوته خاشعا مخلصا قلبه لله محكما لتلاوته متدبر لمعانيه حسب قدرته وأن لا يتشغل عنها بغيرها وأن لا يتكلف ولا يتقعر فيها وأن لا يرفع صوته فوق الحاجة وينبغي لمن حضر مجلسا يقرأ فيه القرآن أن ينصد ويستمع للقراءة ويتدبر معانيها فلا يلغو ولا يتشغل عنها بالحديث مع غيره ولا يشوش على القارئ ولا على الحاضرين قال الله تعالى وردت للقرآن ترتيلا وقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ثالثا النس متفاوتون في أفهامهم وأفكارهم وكل مكلف عليه أن يعرف من الدين وأحكام الشريعة بقدر ما آتاه الله من الفهم وساعة الوقت ليعمل به في نفسه ويرشد به غيره ومن أول ما ينبغي له أن يتفهمه ويلقي إليه باله ويحضر قلبه كتاب الله سبحانه وما عجز عن فهمه بنفسه استعان فيه بالله ثم بالعلماء حسب طاقته وقدرته ثم لا حرج عليه بعد ذلك فإن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يمنعه من تلاوة القرآن عجزه عن فهمه بعد أن بذل وسعه ولا يعاب بذلك لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا رابعا يجوز للفقير أن يأخذ من الصدقات ما يسد حاجته وحاجة من يعول ويسن له أن يدعو بالخير لمن تصدق عليه أما أخذ المال على أنه أجره لتلاوة القرآن أو لكونه وعظهم وذكرهم أو إعطاؤه لشخص رجاء بركته أو جمعه لأشخاص رجاء بركتهم واستجداء لدعائهم فهو غير جائز ولم يكن ذلك من هدي المسلمين في القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون خامسا معنى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما أسألكم عليه من أجر أن الله تعالى أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه بأنه لا يطلب منهم أجرا على تبليغهم ما أنزل إليه من ربه ودعوته إياهم إلى التوحيد الخالص وسائر أحكام الإسلام إنما يقوم بالبلاغ والبيان للأمة تنفيذا لأمر الله وطاعة له ابتغاء مرضاته وحده ورجاء المثوبة والأجر الكريم منه سبحانه دون سواه وذلك ليزيل ما قد يكون في نفوس المشركين من ظنون وأوهام كاذبة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى اتباعه فيما شرع الله لهم ليتكسب بذلك أو ينال رئاسة في قومه فبين لهم أن دعوته إياهم إلى الحق خالصة لوجه الله الكريم وهكذا جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا على دعوتهم إياهم وقد تقدم في الفقرة الأولى من الجواب حديث عمران بن حسين في التحذير من التكسب بالقرآن وسؤال الناس به أما ما سألت عنه من عقوبته يوم القيامة بتساقط لحم وجهه فذلك وعيد لكل من سأل الناس وهو في غير حاجة تضطره إلى المسألة ولا مبرر لديه يبيح له أن يسأل الناس وسواء كان بقراءة القرآن أم بدون قراءته فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم وفي رواية عنه ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرة فإنما يسأل جمرة فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم فمن سأل الناس بالقرآن صدق فيه الحديث المتقدم في الفقرة الأولى من الجواب إن كان فقيرا أما إن كان غنية فقد صدقت فيه هذه الأحاديث كلها أما لفظ الحديث الذي ذكرته في السؤال فلا نعلم صحته بهذا اللفظ الذي ذكرته وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ماذا يعمل بالمصحف المغلوط أو الممزق سؤال عندي مصحف شريف أوراقه ممزقة فماذا أعمل به هل أقوم بدفنه في الأرض أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يجوز لك أن تدفنه في أرض مسجد ما من المساجد ويجوز لك أن تحرقه اقتداءا بعثمان رضي الله عنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يتضمن عن الطرق التي يحفظ بها ما تمزق من المصاحف والكتب التي بها آيات من القرآن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما تمزق من المصاحف والكتب والأوراق التي بها آيات من القرآن يدفن بمكان طيب بعيد عن ممر الناس وعن مرام القاذورات أو يحرق صيانة له ومحافظة عليه من الامتهان لفعل عثمان رضي الله عنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال المصاحف المغلوطة أيهما أفضل حرقها أم دفنها في التراب وهل المصحف يعتبر مغلوطا إذا كان هناك تقديم وتأخير في السورة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الواجب تصحيحه إن تيسر محافظة على القرآن وإبقاء على المال فإن لم يتيسر تعديل الغلط منع نشروه بالقضاء عليه إما بتحريقه أو دفنه ثانيا من الغلط تقديم بعض آيات السورة على بعض وهو حرام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثالث والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وله بقية على الشريط الرابع والأربعين الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لازمنا مع التفسير وتحت عنوان ماذا يعمل بالمصحف المغلوط او الممزق سؤال لقد وجدت قرآن كريم قد اخطأت به المطبعة وذلك من ناحية ترتيب السور فهل يجوز القراءة به واذا كان لا يجوز فماذا تنصحوني ان افعل به احرقه ام اين اضعه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد احرقه او ادفره في مكان طاهر بعيد عن منشى الناس لا تصل القاذرات اليه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز احراق المصاحف الممزقة او التي فيها غلط ثم دفنها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اذا بنيت اوراق المصحف وتمزقت من كثرة القراءة فيها مثلا او اصبحت غير صالحة للانتفاع بها او عثر فيها على اغلاط من اهمال من كتبها او طبعها ولم يمكن اصلاحها جاز دفنها بلا تحريق وجاز تحريقها ثم دفنها بمكان بعيد عن القاذورات ومواطئ الاقدام صيانة لها من الامتهان وحفظا للقرآن من ان يحصل فيه لبس او تحريف او اختباث بانتشار المصاحف التي طرأت عليها اغلاطا في كتابتها او طباعتها وقد ثبت في باب جمع القرآن من صحيح البخاري ان عثمان بن عثان رضي الله عنه عمر اربعة من خيار قراء الصحابة بنسخ مصاحف من المصحف الذي كان قد جمع بامر ابي بكر رضي الله عنهم فلما فرغوا من ذلك ارسل عثمان الى كل افق بمصحف مما نسخوا وعمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة ومصحف ان يحرق ولم ينكر عليه احد من الصحابة الا ما روي عن ابن مسعود لكنه انما انكر قصر الناس على المصحف الذي ارسل به عثمان الى الافاق ولم ينكر التحريق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآبه وصحبه وسلم سؤال القرآن والكتب الممزقة والذي لا يستعمل ايضا ماذا يفعل به هل يحرق او يدفن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما تمزق من اوراق المصحف وكذلك الكتب المحترمة مما فيه ذكر الله او احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا خرج في دفنه في مكان طاهر او احراكه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قراءة القرآن وهو يسمع المسجل سؤال اني في كل صباح اقرأ القرآن الكريم ويوجد مسجل في نفس المكان يقرأ القرآن فهل يجوز ذلك نبئونا اجركم الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم يجوز لك ان تقرأ القرآن ما دام صوت المسجل لا يشغلك عن تلاوتك ولا عن تدبر ما تقرأ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قراءة القرآن لغير الجالس سؤال هل تجوز قراءة القرآن الكريم لمن كان مبطجعا او قائما او ماشيا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز ذلك لان الاصل الجواز ولم يوجد دليل يدل على المنع منه ويوم قول الله في وصف أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقراءة القرآن من الذكر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قراءة القرآن بغير قصد التلاوة مثل التدرب على الدعوة سؤال هناك معهد وبالقرب منه مسجد يقرأ فيه كل ليلة صلاة ألا شاء يقرأ فيها طالب من المعهد جزء من القرآن يهدف إلى تدريب الطلبة على الدعوة ومواجهة الجماهير فهل الاتزام هذه القراءة يعد من البدع؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان الواقع كما ذكر من القصد إلى تدريب الطلبة على الدعوة ومواجهة الجماهير فالتزام ذلك ليس ببدعة بل هو لتنظيم شهور للدراسة بالمعاهد والجامعات ووضع الجدول للدراسة يسير عليه المدرسون والطلاب لبط العمل وتنظيمه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم القراءة وقت النهي عن الصلاة سؤال ما حكم قراءة القرآن في الأوقات المذكورة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروضها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قراءة القرآن تجوز في أوقات النهي المذكورة في السؤال لعدم النهي عنها والأصل مشرائية قراءته لحف الشراء على ذلك حتى يثبت ما ينقل عنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قراءته جماعيا سؤال حكم قراءة القرآن في المسجد جماعة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد السؤال فيه إجمال فإذا كان المقصود أنهم يقرؤون جميعا بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة فهذا غير مشروع وأقل أحواله الكراهة لأنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ممكن إذا كان ذلك من أجل التعليم فنرجو أن يكون ذلك لا بأس به وإن كان المقصود أنهم يجتمعون على قراءة القرآن لتخفظه أو تعلمه ويقرأ أحدهم وهم يستمعون أو يقرأ كل منهم لنفسه غير ملتقم بصوته ولا بمواقفه مع الآخرين فذلك مشروع لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وما جتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده رعوه مسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم قراءة القرآن جماعة مع الدليل من الكتاب أو السنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض قراءة القرآن عبادة ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى والأصل في أداء القراءة أن يكون على الصيغة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها عليها هو وأصحابه رضي الله عنهم ولم يثبت عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقرؤون جماعة بصوت واحد بل كل منهم يقرأوا وحده أو يقرأوا أحدهم ويستمعوا إلى قراءته من حضره وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم التمايل أثناء القراءة سؤال فعودنا منذ الصغر ونحن نحفظ القرآن الكريم بالكتاب أن تمايل وميلا وشمانا أثناء القراءة بالذات وهذا التمايل نسعر أنه يسهل علينا تلاوة القرآن ولقد اعترض علينا بعض الإخوة مدعيا أن هذه بدعة لكنه لا يملك الدليل لذا نرجو التكرم بإفادتنا عما إذا كانت بدعة لنتركها جزاكم الله عنا خيرا وجعلكم عونا للمسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض لا بأس بما ذكرت من التمايل يمينا وشمانا عند القراءة وليس هذا التمايل من الإبادة حتى يكون بلعة في الدين وإنما هو من عادات بعض الناس والمنهي عنه الابتباع في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم رب الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قول بعض الكلمات عند سماع القرآن سؤال ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ولا أئمة السلف رحمهم الله مع كثرة قراءتهم من القرآن وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة وقد ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم قول صدق الله العظيم بعد نهاية قراءة القرآن العظيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قول القائل صدق الله العظيم في نفسها حق ولكن ذكرها بعد نهاية قراءة القرآن باستمرار بدعة لأنها لم تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خلفائه الراشدين فيما نعلم مع كثرة قراءتهم القرآن وقفت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد سمعت في بعض حلقات نور وهداية للشيخ علي الطنكاوي أن كلمة صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن الكريم بدعة فهل هذا صحيح وإذا كان كذلك فماذا يقال بعد القراءة وإذا كان ذلك جائزة فهل يجوز أن يقول القارئ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وهل ورد ذلك عن رسول صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحبه والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض اتخاذ كلمة صدق الله العظيم ونحوها ختاما لتلاوة القرآن بدعة لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قالها عقب تلاوته القرآن ولو كانت مشروعة ختاما للتلاوة لقالها عقبها وقثبت عنه أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تقبيل المصحف سؤال رأيت في الناس ما لم أسمع به قط ولا رأيت وهو تقبيل القرآن كما يطبل رجلان أحدهما الآخر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم لتقبيل الرجل القرآن أصلا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم تقبيل القرآن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل القرآن الكريم وهو أنزل لتلاوته وتدبره والعمل به وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نلاحظ أن بعض الإخوان عندما يقومون بقراءة القرآن يقوم بتقبيل المصحف ويمسح به عينيه على عينيه ووجهه فهل هذا وارد في الشريعة أرجو إفادتي جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم لذلك أصلا في الشرع المتخر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رفع المرأة صوتها في القراءة سؤال ما حكم سماع القراءة المرأة المسجل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز سماعها للنساء ويجوز للرجال إذا لم يترتب عليه فتنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء كالرجل أو هي بخلافه فتصلي بالقراءة سرًا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن كانت خالية في بيتها أو مع محارمها أو نساء فقط فلها أن تجهر بالقراءة وإن أمت نساء في بيتها خالية بهم جهرت بالقراءة أما إن كانت تصلي وحولها رجال أجالب يسمعون صوتها فالأفضل أن لا تجهر بالقراءة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز للمرأة المسلمة قراءة القرآن جهراً في بيتها بإهن زوجها ثم ماذا يجوز لها في القراءة القرآن من أشياء كخفض الصوت وستر الجسم وطهارة المكان أم غير ذلك من الشروط والأسباب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم يجوز لها ذلك إلا إذا حسنت صوتها بالتلاوة وجهرت جهراً يسمعه من ليس في بيتها من غير محارمها خشاة الفتنة بجمال صوتها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو الحكم في إقامة المباريات ترتيل القرآن الكريم بالنسبة للنساء بحضور الرجال جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ترتيل البنات للقرآن بحضرة الرجال لا يجوز لما يخشى في ذلك من الفتنة بهم وقد جاءت الشريعة بسد الضرائع المخضية للحرام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حكم الاستماع من الراديو سؤال ما حكم الاستماع إلى القرآن المذاع من الراديو جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الراديو آلة لا حكم لها في نفسها وإنما الحكم لما يذاع بها وإن أذيع من الراديو قرآن أو بيان الحق لشرائع الله أو موائد ترقق القلوب أو أخبار سياسية عادلة يعرف منها الناس أحوال العباد والبلاد ليكونوا على بينة من أمرهم ومما يراد بهم وليتخذوا لأنفسهم موقفا سليما ناجحا مما يواليهم أو يعاديهم أو أذيع منه أخبار تجارية يعرف منها الناس ما ينفعهم في حياتهم وفي معاشهم إلى غير ذلك من المصالح كان السماع خيرا وقد يكون واجبا أحيانا وإن أذيع منه غناء ماجد فيه تخنف أو استهتار أو أذيع منه أخبار سياسية كاذبة هوجاء سداها قلب الحقائق والتلبيس على الناس ولحمتها بهرج للتهريج وإثارة العواطف بقول الزور والإثم والبهتان إلى مثل هذا من الرذائل كل ما أذيع باطلة لا يليق بالمسلمين السكوت عنه ولا الاستماع له اللهم إلا أن يكون من يستمع للأخبار الكاذبة أو الأعراء المغرضة والأقوال المنحرفة ممن عندهم وعي ولهم في الأمة شأن ليقوموا بكشف زائفها وبيان دخلها ووقاية الأمة من قائلتها وأعصيانه لمن يخشى عليه أن ينخبع بزخرفها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ترجمة معاني القرآن ترجمة القرآن أو بعض آياته ترجمة القرآن أو بعض آياته إلى لغة أجنبية أو عجمية لقصب نشر الدعوة الحقة الإسلامية في بلاد غير المسلمين هل في هذا العمل ما يخالف الشرع والدين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ترجمة القرآن أو بعض آياته والتعبير عن جميع المعاني المقصودة إليها من غير ذلك غير ممكن وترجمته أو بعضه ترجمة حرفية غير جائزة لما فيها من إحالة المعاني وتحريفها أما ترجمة الإنسان ما فهمه من معنى آيه أو أكثر وتعبيره عما فهمه من أحكامه وآدابه بلغة إنجليزية أو فرنسية أو فارسية مثلا لينشر ما فهمه من القرآن ويدعو الناس إليه فهو جائز كما يفسر الإنسان ما فهمه من القرآن أو آيات منه باللغة العربية وذلك بشرط أن يكون أهلا لتفسير القرآن وعنده قدرة على التعبير عما فهمه من الأحكام والآداب بدقة فمن لم تكن لديه وسائل تعينه على فهم القرآن أو لم يكن لديه اقتدار على التعبير عنه بلغة عربية أو غير عربية تعبيرا دقيقة فلا يجوز له التعرض لذلك خشة أن يحرف كتاب الله عن مواضعه فينعكس عليه قصده ويصير قصده المعروف منكرة وإرادته الإحسان إساءة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يمكن أن يترجم القرآن إلى اللغة الفرنسية مثلا ويقرأه الكفار والله تعالى يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ومكتوب على عنوان هذا الكتاب ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيط ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة تماثله في دقة تعبيره وعلو أسلوبه وجمال سكه وإحكام نظمه وتقوم مقامه في الإعجازه وتحقيق جميع مقاصده من إفادة الأحكام والآداب والإبانة عن العبر والمعاني الأصلية والثانوية ونحو ذلك مما هو من خواء عصه ومزاياه المستمدة من كمال بلاغته وفصاحته ومن حاول ذلك فمثله كمثل من يحاول أن يصعد إلى السماء بلا أجهزة ولا سلم أو يحاول أن يطير في الجو بلا أجنحة ولا آلات ويمكن أن يعبر العالم عما فهمه من معاني القرآن حسب وسعه وطاقته بلغة أخرى ليبين لأهلها ما أدركه فكره من هداية القرآن وما استنبطه من أحكامه أو وقف عليه من عبره ومواعظه لكن لا يعتبر شرحه لتلك لغير اللغة العربية قرآن ولا ينزل منزلته من جميع النواحي بل هو نظير تفسير القرآن باللغة العربية في تقريب المعاني والمساعدة على الاعتبار واستنباط الأحكام ولا يسمى ذلك التفسير قرآن وعلى هذا يجوز للجنب والكفار مس ترجمة معاني القرآن بغير اللغة العربية كما يجوز مسهم تفسيره باللغة العربية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل من الواجب أن يحتفظ بكتاب يحتوي على القرآن المترجم إلى الفرنسية مثل المصحف الكريم وهل يجوز الكراءة في كتاب القرآن مترجما إلى غير اللغة العربية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ترجمة معاني القرآن تفسيرا له وليست قرآنا بإجماع أهل العلم ولا في حكمه وعلى هذا لا يجوز القراءة بها في الصلاة لا ترجمت الفاتحة وتفسيرها ولا ترجمت غير الفاتحة ويجب أن يتعلم من القرآن باللغة العربية ما لابد منه في عبادة الله كالفاتحة وعلى من لا يحفظ الفاتحة بالعربية أي يحمد الله ويكبره ويسبح ويهلل حين قيامه في صلاته حتى يتعلم قراءة الفاتحة بالعربية وكذلك لا يجوز له أن يتعبد بتلاوة ترجمة القرآن وتفسير معانيه وإنما يطالع ذلك ويدرسه لفهم أحكام الإسلام منه ويطالع كتب الحديث أيضا ليعرف من ترجمتها إلى لغته أحكام الإسلام ويتخير من كتب العقائد ما يبصره بعقيدة السلف الصالح من الصحابة وسائر القرون الأولى التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية ويجتهد قدر استطاعته أن يتعلم اللغة العربية ليتمكن من فهم نصوص الكتاب والسنة لللغة التي جاء بها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قرأت في مجلة العربي العدد السابع والثلاثين بعد المائتين في شهر شعبان لعام ثمانية وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية مقالا حول موضوع دراسات قرآنية طرق فيه المؤلف الدكتور محمد أحمد خلف الله مواقف جديدة معارضة الرجاء الاطلاع على المقال المذكور خاصة ترجمة القرآن والتي يريد منها حسب ظاهر كلامه الترجمة الحرفية وما رأيكم في الأسباب التي أرادها ضمن مقاله في تبريده لترجمة القرآن أفيدونا جزاكم الله خير وجعلكم من الذائدين عن شرعه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يتضح من مقال الدكتور المذكور أنه يريد ترجمة معاني القرآن والتعبير عنها باللغات الأخرى غير العربية وترجمة معاني القرآن جائزة إذا فهم المعنى فهما صحيحا وعبر عنه من عالم بما يحيل المعاني باللغات الأخرى تعبيرا دقيقة يفيد المعنى المقصود لنصوص القرآن وذلك أداء لواجب البلاء لمن لا يعرف اللغة العربية قال شيخ الإسلام أحمد بن تينية رحمه الله وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم فإن هذا جائز حسن للحاجة وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد ابن سعيد ابن العاص وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة لأن أباها كان من المهاجرين إليها فقال لها يا أم خالد هذا سنة والسنة بلسان الحبشة الحسن لأنها كانت من أهل هذه اللغة ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجم بالعربية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأتمني اليهود عليه أما الترجمة الصوتية فهي غير جائزة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بعض الناس في بلادنا يترجمون القرآن إلى لغات أخرى ويمسكونها بدون وضوء فهل فعلتهم هذه صحيحة أولا؟ وهل يمكن ترجمة القرآن إلى لغة أخرى؟ جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض نعم يجوز ترجمة معاني القرآن بلغة غير العربية كما يجوز تفسير معانيه باللغة العربية ويكون ذلك بياناً للمعنى الذي يفهمه المترجم من القرآن ولا يسمى قرآن وعلى هذا يجوز أن يمس الإنسان ترجمة معاني القرآن بغير اللغة العربية وتفسيره بالعربية وهو غير متوضب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم التفسير مقدمة في التفسير سؤال ما هو المقصود بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم وكيف ندفع الإشكال الذي يريده البعض من أنه إذا كان القرآن الكريم تبياناً لكل شيء وهدى للعالمين فما هو وجه التوفيق بين ذلك وبين قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والرسخون في العلم وما المقصود بالرسخين في العلم وما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أولاً يطلق الإحكام بمعنى الإتقان فإحكام الكلام إتقانه ووضوح معناه فيتميز به الصدق من الكذب في الأخبار والرشد من الغي في الأوامر القرآن كله محكم بهذا المعنى واضح لا التباس فيه على أحد قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال سبحانه تلك آيات الكتاب الحكيم ثانياً التشابه في الكلام يطلق على تماثله وتناسبه بمعنى أنه يصدق بعضه بعضاً في أوامره فلا يأمر بشيء في موضع وينهى عنه في موضع آخر ويصدق بعضه بعضاً في أخباره فإذا أخبر بثبوت شيء في موضع لم يخبر بنفيه في موضع آخر والقرآن كله متشابه بهذا المعنى فلا تناقض فيه ولا اضطراب قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني والتشابه بهذا المعنى لا ينافي الإحكام بالمعنى العام بل يصدق كل منهما الآخر ولا يتناقضاً ثالثاً التشابه بالمعنى الخاص هو مشابهة الشيء غيره من وجه ومخالفته له من وجه وفي القرآن آيات متشابهات بهذا المعنى تحتمل دلالتها ما يوافق الآيات المحكمة وتحتمل الدلالة ما يخالفها فيلتبس المقصود منها على كثير من الناس ومن رد المتشابهات بهذا المعنى الخاص إلى الآيات المحكمات الواضحات بنفسها تبين له المقصود من المتشابهات وتعين له وجه الصواب ومن وقف من العلماء عند الآيات المتشابهات ولم يرجى بها إلى المحكمات الواضحات ارتكس في الباطل وظل عن سواء السبيل كالنصار في احتجاجهم على أن عيسى ابن الله يقول الله تعالى فيه إنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وتركهم الرجوع إلى قوله تعالى في عيسى عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقوله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقد دل على هذا النوع من التشابه الخاص والإحكام الخاص وبين اختلاف الناس في موقفهم منه وذلك أيضا في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الكلام في الجواب عن السؤال المتعلق بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم من كل ما سبق يعلم أن القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويتبين التوفيق بين النصوص وأن الراسقين في العلم هم الذين يبتغون الحق فيرجعون بالمتشابه من الآيات إلى الآيات المحكمات تحكيما لها فيزول الالتباس فيما تشابه من الآيات بالمعنى الخاص ويتعين المقصود منها بخلاف من في قلوبهم شك وزير فهم الذين يركبون رؤوسهم ويتبعون أهواءهم فيقصدون إلى المتشابه من النصوص دون رجوع به إلى المحكم ابتغاء الفتنة ورغبة في التلبيس على الناس وإضلالهم عن سواء السبيل أما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره فتأويله قد يراد به تفسيره بكلام يشرحه ويوضح المقصود منه ولو برده إلى المحكم منه وعلى هذا يصح الوقف على كلمة العلم في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم فإن الراسقين في العلم يعلمون معنى المتشابه من آيات القرآن والمقصود منها برده إلى المحكم من الآيات ويفسرونها ويبينون معناها فتكون الواو في قوله تعالى والراسقون عاطفة على رفض الجلالة وقد يراد بتأويل القرآن حقيقته ومآله والواقع الذي يقول إليه الكلام كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وكما ذكر تعالى في قصة يوسف لما سجد له أبوه وإخوته عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل فجعل عين ما وجد في الخارج تأويلا لرؤياه أي جعل مآلها وحقيقتها التي وقعت كذلك ومن ذلك كيفيات الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه كالاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استواء وكمجيئه يوما قيامه والملائكة صفا صفا قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فكل من معنى الاستواء والنجيء معلوم للراسخين في العلم أما كيفية ذلك فلا يعلمها إن الله أحده وعلى هذا يكون الوقوف على لفظ الجلالة في قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله وكل من القولين في الوقف صحيح لأن كل منهما مبنون على اعتبار معنى في بيان التأويل صحيح ومما يمثل به للتأويل بمعنى بيان المآل والحقيقة ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره فالتأويل في كلامها بمعنى المآل والحقيقة التي آل إليها الكلام وقد يراجب تأويل القرآن ونحوه من النصوص الشرعية صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به وهذا اصطلاح كثير ممن تكلم في الفقه وأصوله وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وقد نقض شيخ الإسلام بن تنمية ذلك في آخر القاعدة الخامسة من كتاب التدمرية خل يرجع إليه ممن أراد التوسع في الموضوع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يصح أو يجوز للفرد أن يتكنم بما فتح الله عليه من تدبر الآيات كما يسميه بعض العلماء بلطاء في التفسير بالرغم من أن هذا ليس مستندا ولا أيضا يوجد له أثر موقف على صحابه أو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز للعالم بما يحيل المعاني مما لديه معرفة باللغة العربية وبقواعد الشريعة العامة أن يفسر القرآن مستعيلا في ذلك بتفسير بعضه لبعض وبتفسير السنة الصحيحة له وسلف الأمة المعتبرين أما تفسيره بمجرد الرأي والهوى فحرام لما رأى ابن جرير وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز أن نشرح دليلا من الآيات الكريمة دون أن نذكر نص الآيات جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز شرح الآيات وذكر معناها دون قراءة نصها إذا كان الشرح ثقة مأمونة عالما بتفسير الآيات على طريقة أهل السنة والجماعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في بعض الآيات القرآنية يقول الله عن نفسه نحن وفي بعضها يقول هو أي أنه يذكر نفسه بالجنة أحيانا وبالمفرد أحيانا فما معنى هذا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من أساليب اللغة العربية أن الشخص يعبر عن نفسه بضمير نحن للتعظيم ويذكر نفسه بضمير المتكلم الدام على المفرد كقوله أنا وبضمير الغيبة نحو هو أو بضمير الغيبة نحو هو وهذه الأساليب الثلاثة جاءت في القرآن والله يخاطب العرب بلسانهم وأما زعم النصارى أن مثل قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبهها تقتضي التفليف فهو زعم باطل تدل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع أهل العلم والإيمان على بطلانه مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقوله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو الكتاب الأجود في التفسير من الكتب الموجودة حالية وسابقة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أجود كتب التفسير يختلف باختلاف طاقة القارئ ووسعه وعلى كل حال أديدها في نفسها كتاب تفسير ابن جرير الطبري وكتاب تفسير ابن كثير ونحيهما من كتب التفسير بالأثار فإنها أسهل تعبير وأعدل في فهم المراد وألمس لمعاني القرآن وأقرب إلى إصابة الحق وبيان مقاصد الشريعة مع ذكر ما يشهد لذلك من الأحاديث والآثار الثابتة ورد متشابه من الآيات إلى المحكم منها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو من سناحتكم أن تفهموني بعض معاني الآيات مثل حامي ألفلام صاد حامي عين سيمقاف وهل تقرأوا هذه عين لأن المدرسين يقولونها كذا وهل هي معجزة يليد الله بها إعجازة صحاء قريش أم لا يعلم معناها إلا الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد فيه آراء للعلماء والراجح أنها ذكرت هذه الحروف فالله أعلم في أول السور التي ذكرت فيها بيانا بإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها وهذا هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وارتضاه أبو الحجاج المزي رحمه الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الشرع في التفاسير التي تسمى بالتفاسير الألمية وما مدى نشرعية ربط آيات القرآن ببعض الأمور الألمية التجريبية فقد كثر الجبل حول هذه المسائل جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض جواب إذا كانت من جنس التفاسير التي تفسر قوله تعالى أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ بأن الأرض كانت متصرة بالشمس وجزءا منها ومن شدة دوران الشمس انفصلت عنها الأرض ثم ضرد سطحها وبقي جوفها حارة وصارت من الكواكب التي تدور خول الشمس إذا كانت التفاسير من هذا النوع فلا ينبغي التعويل ولا الاعتماد عليها وكذلك التفاسير التي يستدل مؤلفها بقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب على دوران الأرض وذلك أن هذه التفاسير تحرف الكلام عن مواضعه وتخضيع القرآن الكريم لما يسمونه بالنظريات العلمية وإنما هي ظنويات أو وهميات وخيالات وهكذا جميع التفاسير التي تعتمد على الآراء جديدة ليس لها أصل في الكتاب والسنة ولا في كلام السنة في الأمة لما فيها من القول على الله بغير علم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤالا إذا مر القارئ على آية سجدة فهل يلزمه أن يكون على طهارة أثناء السجود أم لا وهل يشعر لسجود اتداء استقبال القبلة للقارئ وللمستمعين أم لا هل كل سجدة في القرآن يشرع فيها السجود أم أن الثابت سجدات دون سجدات وما هي السجدات الثابتة والتي يشرع لها السجود جواب أولا سبق أن صدر منها ختوة في سجود التلاوة برقم 1500 هذا مصرح من أهل العلم من يرى أنه صلاة ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام ومن من يرى أنه عبادة ولكن ليس كالصلاة ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتياجه إلى القبلة ويبذلك مما سبق وهذا القول أرجح لأننا لا نعلم ذليلا يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وإن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من خلاف العلماء ثانيا إن السجدات المشروع له السجود في القرآن الكريم 14 سجدة في آخر الأعراف وفي الرعادي والنحل وبني إسرائيل الإسراء ومريم وسجدتين في الحج وسجدة في فرقان والنم وألف لام من تنزيل السجدة وسورة صاد وفصلة والنجم والانشقاء وإقرأ باسم ربك وبالله التافيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الفاتحة سؤال سمعت الخديثة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول لغلام في المسجد لأعلمنك كلمة ينفعك الله بها فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الغلام ألا قلت تعلمني كلمة بعد خروجك من المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم ألا وهي فاتحة الكتاب وهي الصبع المثالي فهل هذا صحيح؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث صحيح ونصه عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجه حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتي فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فقلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثالي والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري وغيره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال كعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أريد معرفة معنى الصراط المستقيم ومن الذي أنعم الله عليهم بهذا الصراط وما معنى آمين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض معنى الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لعجاج فيه فقيل هو القرآن وقيل الإسلام وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم والكل حق فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الإسلام ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن والذين أنعم الله عليهم قال ابن كثير في تفسيره قال الضحاك عن ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصدقين والشهداء والصالحين وذلك نظير ما قال ربنا تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومعنى آمين اللهم استجد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجب كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كتابة أي شيء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يسمي كتابتها في بداية كتابة كل شيء له بال وأهمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها كتبة ولما رؤي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر في بال لا يبدأ ببسم الله فهو أجرى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال رجل في باكستان يسمى محمد أمين يدعي أن صورة الفاتحة لا تتضمن إلا حكمين فقط الأول ينتهي بقوله تعالى وإياك نستعلم والثاني بقوله ولا الضارانين الأول فيه دوان التوحيد والثاني فيه إثبات التقليد فهذا التفسير ثبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من التابعين أو من أتباعهم وفي أي كتاب يوجد هذا التفسير وإذا كان الجزء الثاني يثبت التقليد فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا ما عاد الله من ذلك وهل يجب تفسير القرآن بالقياس أن الحكم في الرجل الذي يفسر القرآن برأيه وقياسه هل هو مسلم أو كافر ورجل يصب على هذا التفسير أرض الإجابة في ضوء القرآن والسنة جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا سورة الفاتحة تشتمل على أحكام كثيرة بل تشتمل إجمالا على جميع ما في القرآن من أحكام ولذلك سميت أم القرآن وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بما سماها الله به القرآن العظيم وذلك فيما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال من ربيع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتي فقلت كنت أصلي فقال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم لكن هذه الأحكام مع كثرتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما في الحديث القدسي الأول حق محض لله وهو ما اجتملت عليه الآيات الثلاثة الأولى من توحيد الردودية والأسماء والصفات والثاني حق محض للعبد وهو ما تضمنته الآيات إنذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عين المغضوب عليهم ولا الضالي والثالث يتضمن حق الله وحق العبد وهو آية إياك نعبد وإياك نستعين وكلاهما يسمى توحيد العبادة ودليل ذلك ما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى قصمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال نامك يوم الدين قال الله نجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبد ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم عين المغضوب عليهم ولا الضالي قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل وبهذا يتبين أنه مصيب في قيله إن أول سورة الفاتحة إلى آخر آية إياك نعبد وإياك نستعين في التوحيد ثانيا دعوه أن بقية السورة في إثبات التقليد غير صحيحة ولم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين فيما نعلم رضي الله عنهم بل القول بدلالتها على إثبات التقليد تحريف للمراد بهذه الآيات وقول على الله بغضي علم وإن من مراد منه تعالين العباد كيف يدعون ربهم ويطلبون منه إرشادهم إلى طريق الحق والصلاة المستقيم وتوفيقهم لاتباعه عقيدة وقولا وعملا وأن يجنبهم طريق من غضب الله ضعرهم وهم الذين عرفوا الحق وأعرضوا عنه كاليهود وطريق من ضلوا عن الحق وعنيت بصائرهم فلم يتبعوه كالنصار وبذلك يتبين أن الاستدلال بهذه الآيات على إثبات التقليد من باب التفسير بمخبر رأي خير على الله بغير علم وهو حرام قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والإثم والبغوة بغير الحق وأن تشركوا بالله ما من ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما تعلمون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله يا صحبه وسلم سورة البقعة سؤال ما تقولون رحمكم الله في أنني طالعت كتابا عنوانه جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد في الجزء الثاني في باب رضائر سور القرآن فوجدت مع نصر عن الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيانة شفيعا لأصحابه يقرأ الزهر رايتين البقرة وآل أمران إلى قوله بلغني أن البقرة السحرة ثم قال بعد ذلك زاد في رواية ما من عبد يقرأ بها في ركعة قبل أن يسلب ثم سأل الله شيئا إلا أعطاه إن كانت إن كانت لتستقصد دين كلها الحمد لله جوحدة والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض هذه الزيادة ذكرها ابن الأثير في جامع الأصول في الجزء الثاني في الصفحة السبعين بعد الأربع المائة ولا نعلم لها أصلا قال المخشية على جامع الأصول هذه الزيادة لم نجدها عند مسلم ولعلها من زيادات حميدي وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون والسؤال هو كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة يفسد في الأرض ولا يعلم الغيب إلا الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لعل الملائكة عرفت أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء إما دعلم خاص من الله أو بما يفهمون من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصف من صلصان كالفخار أي فهموه من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم أو يردعهم من المحارم والمآثم وقيل إنهم علم ذلك من أعمال الخلق الذين كانوا في الأرض قبل آدم وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندي مشكلة في تفسير آية قرآنية وهي ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلة أرض من فضلتكم التصرف بشرحها بتفصيل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض قال ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان تفسير هذه الدموات المسؤولة عنه يقول لا تعتاضي عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة ثانية وقال أيضا وفي سلم أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم عيما يرتهي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة فأما تعلم الأول بأجره فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجره ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعيانه فإن لم يقصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كان لو لم يتعين وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجره عند مالك والشافي وأحمد ودمنه لألمه كما في صحوح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللذير إن أحق ما أخذتم عليه أجره كتاب الله وقومه في القصة المخطوبة إذا وجدتكها دماء معك من القرآن فأما حديث عبادته بن الصاند أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له القوسة فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله روه أبو داود ورية مفده عن أبي بن كاري المرفوع فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبدالبر على أنه لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعطاب عن سياد الله بذلك القوس فأما إذا كان من أول أمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللذير وحديث سهل في المخطوبة والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على مبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عن أبي هرهرة عن المبي صلى الله عليه وسلم قال كيف لذن إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقول حطة فدخلوا يزحفون على أستاهيهم فبدلوا وقالوا حطة حب في شعرة صحيح البخاري المجلد الثاني باب وإذ قل ما دخلوا هذه القرية الآية في الصفحة الثالثة والأربعين والسكين قال محمد حفظ الرحمن في تصنيفه القصص القرآن الجزء الثاني في الصفحة السابعة عشر يفهم للرواية البخاري أن مباني إسرائيل يزحفون على أستاهيهم ولكن ليس هذا نشي المتكبرين مروجة ومعقولا في العالم بل سبعهم وكذا أبحوكة بالناس فالتفسير السخيف لعبد الله بن سعود أنه قال إن بني إسرائيل يمسون مرحا وتبخترة أرافعا برؤسهم تدخلوا البلد ويتحركون أستاههم ويميلون بصدورهم ومينهم الشمال كما يمسوا المتكبرون كذا في قصص القرآن لمحمد حفظ الرحمن فماذا ترى في هذا الباب التفسير البخاري حق أن تفسير عبد الله بن سعود فصل فيه اختولة بالقرآن والسنة فجزاكم الله عننا وعن المسلمين جزاء حسنا أجمعين الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وعبه عن الأولاني تعالى دم الإسرائيل أن يدخلوا بالغيت المقدس خاشوين شكرا له تعالى ويقولوا يا ربنا خط عنا ذنوبنا حتى أيغفل لنا ذنوبنا مغفرة وععدهم سبحانه إنهم يمتطلوا أمره أن يغفر لهم خطاياهم ويكفر عنهم سيئاتهم لكنهم لم ينتصدوا أمره بل بدلوا ما أمروا به من القيل والعمل فدخلوا يزحفون على أستاهيه القائلين حب في شعره أو في شعيره تلاعبا منهم بأمر الله تعالى وسخرية واستهزاء وتبديلا لتشريعه سبحانه قولا وعمل بدلا من طعاته والخضوع لأوامره شكرا لمعمته فأنزل على الذين ظلموا منهم بأسه وأذاقهم عذابه جزارا وفاقا بكديرهم وتحريفهم شرعه وتنعودهم عليه كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لآياتهم وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منه حيث شئتنا غدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسدين فبدل الذين ظلموا كيرا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون وتفسيرها بلا جاء في الحديث هو السخيح لأنه عن النبي المعصود صلى الله عليه وسلم وعملهم مع كونه سخرية واستهزاء متضمن للتمرد على الله والاستكبار عن طاعته وبهذا يعلم خطأ تفسير الآية بمجرد الكبر والخيالاء وبالله التوفيق وصل الله على مبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهي الشريط الرابع والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعاد له بقية على الشريط الخامس والأربعين إن شاء الله الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لازلنا مع التفسير سؤال لقد بدأت قراءة تفسير ابن كفير الذي استقرأته من صديق لي تقرأ التفسير لسورة البقرة الآية الستين أولا ثم أجب عن هذا السؤال هل انفجار الماء اثنى عشر عين أثناء رحيل بني إسرائيل في التيه أربعين عامة أو بعد فتح بيت المقدس لأنه غير واضح في التفسير هل هو أثناء رحيلهم قبل فتح بيت المقدس أو بعد ذلك أو هو كان حجرا طورية يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استفقى موسى لقومه فقل نطرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثناء عشرة عين قد علم كل أناس من شربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين أمر الله تعالى رسوله وكليمه موسى عليه السلام حين استفقى أن يضرر ويعصاه الحجر فلما ضربه انفجر منه اثناء عشرة عين على عدد الأسباط توسعة عليهم حتى لا يتزاحم ولا يتناحر على الماء فكان ذلك من الله تعالى معجزة لموسى عليه السلام ورحمة منه بموسى ومن معه من بني إسرائيل وهذا هو مكان الحجة والتأييد وموضع النعمة والعبرة ولم يخبرنا سبحانه عن سائر أحوال الحجر وتفصيلها ولو كان في ذكر ذلك خير لنا لبينه الحكيم العليم وما كان ربك نسيا ولم يثبت في تفصيل أحواله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ولو كان فيه خير لأوحى به الرطيف الخبير إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وليبلغه للناس رحمة بهم وقد نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية عن الثورية عن أبي سعيد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن ضرب موسى الحجر بعصاه كان في التيه فصار اثنتي عشرة عينا من ناء لكل صبت منهم عين يشربون منها ونقل عن مجاهد النحوه وبالجملة فالخير للمسلم الاستغناء بما ذكر الله تعالى أو ثبت في السنة ولا يخوض فيما لم يثبت فيه نص من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما تفسير هذه الآية هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد بعد أن وصف سبحانه بأنه لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت وأنه القيوم بشؤون عباده فلا وجود لهم ولا استقامة لأحوالهم إلا به معظمه عنهم وأنه العلم بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أقام الدليل على ذلك بأنه وحده الذي يخلق الناس في أرحام أمهاتهم كيف يشاء على صور شتى وأحوال مختلفة من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد لا إله إلا هو له العزة وكمال القوة والغلبة وله حكمة بالغة في كل ما شرعه وخلقه وقضى به وقدره ومن ذلك خلقه لإيسى وتقديره سبحانه أن تحمل به أمه بلا أبنه وأن يكون آية للناس على كمال علم الله وقدرته وبالغ حكمته كما خلق آدم من تراب وقال له كن فكان كما عارض الله فلا حق لهما من الإبادة بل هو حق لرب العالمين وحده لا شريك له لا إله إلا هو القوي الذي لا يغلب ولا يؤجزه شيء الحكيم في تدبيره وفي خلقه وتشريعه وفيه الرد على النصارى القائلين بأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو ابن الله لأن الله هو الذي صوره في رحم أمه مريم فكيف يكون ابنا له أو إلها معه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال المباهرة التي حصلت بين رسول صلى الله عليه وسلم ومصارى في عهده والتي وردت في قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآية الكريمة هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن كذلك فهل هي خاصة مع النصارى جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليست المباهرة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى بل حكمها عام له ولأمته مع النصارى وغيرهم لأن الأصل في التشريع العموم وإن كان الذي وقع منها في زمنه صلى الله عليه وسلم في طلبه المباهرة مع نصارى نجران فهذه جزئية تطبيقية لمعنى الآية لا تدل على حصر الحكم فيها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الآيتان التاليتان الثانية ناسخة للأولى الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الثاني فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض اختلف المفسرون من الصحبة وغيرهم في الآية الأولى هل هي محكمة أو منسوخة فابن عباس ومن وافقه يقولون إنها محكمة ويفسرون حق تقاته بأن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقومون بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وذنب سعيد بن جبير وأبو العالية والربير بن أنس وقتاده ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أنها منسوخة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والأظهر أنه لا شيء في الآية وأن تقوى الله حق تقاته يراد به ما دلت عليه الآية الأخرى وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو تفسير الملائكة المسومين الذين ورد ذكرهم في الآية الخامسة والعشرين والمئة من سورة آل أمران جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تكلم ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين على المراد بالملائكة المسومين فذكر ابن جرير قراءتين في مسومين فتح الواو ومسومين كسرها واختار قراءة الكسر وهذا نص اختياره قال أولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قراء بكسر الواو لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل التأويل منهم ومن التابعين بعدهم لأن الملائكة هي التي سومت أنفسها من غير إضافة تسويمها إلى الله عز وجل أو إلى غيره من خلقه انتهى المقصود وبعد أن ذكر ابن جرير جملة من الأقوال التي تبين العلامات التي صارت مميزة لهم قال قال أبو جعفر فهذه الأخبار التي ذكرنا بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه تسوموا فإن الملائكة قد تسومت وقال أبي أسيد وقال أبي أسيد خرجت الملائكة في عنائم صفر طرحوها بين أكتافهم وقول من قال منهم مسومين معلمين ينبئ جميع ذلك عن صحة ما اخترنا من القراءة في ذلك وأن التسويم كان من الملائكة بأنفسها على نقل ما قلنا في ذلك فيما مضى انتهى هذا وننصحك بالرجوع إلى كلام بن جرير وابن كثير وغيرهما على الآيتين لمزيد الفائدة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قد يتطور بعض على كتاب الله فأجعلنا تفسير الآيات حسب أهوائهم ليضلوا الناس عن ذلك مثال ذلك في سورة آل أمران قبله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم فيفسئون ذلك على الرقص في الأذكار والهيمنة ويتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي الله حي وهكذا وأمور أخرى فيحللون تحديد الناس والغناء للنساء والمبحى للرسول ويستعملون في ذلك آلات الغناء والمجوم فنريد منكم التفسير بأمور ديننا وفهمها على حق ورد على المبتدعين على الدين والكتب الشافية بذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الطريقة السليمة لتفسير القرآن هي أن يفسر بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان والاستعانة على ذلك بأساليب اللغة ومقاصب التشريع وأما التفسير الذي ذكرته لقوله تعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم وأن بعض الناس يفسره بالرقص والأذكار والهمهمة ويتمتم بكلمات غير مفهونة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي مما سبق ذكره في السؤال فهذا تفسير باطل ليس له أصل مطلقة ونوصيك بمراجعة تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وأشباهها في تفسير هذه الآية المذكورة في السؤال وأشباهها لتعرف الحق في ذلك من كلام أهل التفسير المأمونين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قول الله تعالى وأستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ما تفسير هذه الآية الكريمة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية وهم فرخون بما هم فيه من النعمة والغبطة ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم نسأل الله الجنة وقال محمد بن أسحاق ويستبشرون أي ويسرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطوهم قال السبيل يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا فيصر بذلك كما يصر أهل الدنيا بغائبهم إلى قدم قال سعيد بن جبير لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة وأخبرهم أي ربهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه فاستبشروا بذلك فذلك قوله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآية وقد ثبت في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غذة واحدة وقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم قال أنس ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ولله التوفير وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة المائدة سؤال أرجو التكرم بشرح الآيات من الخمسة عشر بعد المائة إلى التاسعة عشر بعد المائة من سورة المائدة هل هذا السؤال عندما رجه إلى سيدنا عيسى من الله سبحانه وتعالى هل كان في حياته وهو الذي جوابه الله في الحال أم هذا السؤال مؤجل إلى يوم القيامة عليه أرجو التكرم بشرح هذه الآيات الكريمة ورد لي كتابية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا اختلف المفسرون في الوقت الذي يوجه فيه هذا السؤال إلى عيسى عليه السلام فذهل المجرير ومن وافقه من المفسرين إلى أنه في الدنيا وكان ذلك حين رفعه إلى السماء واحتج له بمعنيين أحدهما أن الكلام بلفظ الماضي والثاني قوله تعذبهم و وإن تغفر لهم القول الثاني أن هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله وإيسى بن مريم قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي يا إلهين من دون الله وهذا القول قال به ابن كثير ومن وافقه من المفسرين وعلى التفسيرين يترتب معنى قوله سبحانه وتعالى عن عيسى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم الآية فعلى القول بأن هذا السؤال وقع في الدنيا يكون المعنى فلما قبطني يعني بالرفع إلى السماء وعلى القول الثاني يكون المعنى فلما توفيتني بالموت ثانيا أما تفسير الآيات فقد ذكره ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين فيمكنكم الرجوع إلى ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الأنعام سؤال ما تفسير هذه الآية يقول الله في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن غثر على أنه ما استحق إلى قوله إنا إذا لمن الظالمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذه الآية تكملة للآية التي قبلها في حكم شهادة غير المسلم في الوصية في السفر ومعنى هذه الآية إن اطلع وظهر أن الوصيين قد استوجب الإثم بسبب الخيانة وأيمانهما الكاذبة فيقوم مقامهم اثنان من ورثة ميت فيحلفان بالله أن أيمانهما أصدق من الوصيين ثم يقبال الورثة وبإمكانك مراجعة تفسيرية على هذه الآية في تفسير ابن جبير والبغوي وابن كثير رحمهم الله جميعا سؤال من مراد بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة جواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أمر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى وبطلب الوسيلة إليه والقرب منه سبحانه بثالة طاعة وبجهاد الكفار لإعلاء كلمة الله رجاء أن يفوز عند الله يقول الخازن في تفسيره رحمه الله ومجامع التكاليف محصورة في نوعين لا ثالث لهم أحد النوعين ترك المنهيات وإليه الإشارة بقوله تعالى ابتقوا الله والثاني ابتقربوا إلى الله تعالى بالطاعات وإليه الإشارة بقوله وابتغوا إليه الوسيلة والوسيلة فعيلة من وسل إليه إذا تقرب منه وإليه وقيل معنى الوسيلة المحبة أي تحببوا إلى الله عز وجل وبهذا تعلم المراد بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة هو التقرب إليه بما شرع من الطاعات كالصلاة والصوم والصدقة وأنواع الذكر وغير ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من هو أبو سيدنا إبراهيم عليه السلام لأني سنعت بعض الولماء يقولون إن آزر ليس أبا إبراهيم الذي ولده بل هو أخو أبيه وقد جاء بحجة في القرآن والحديث الذي قال رسول صلى الله عليه وسلم خرجت من كابر إلى كابر ولم يمسسني شيء من سفاح الجاهلية ولذلك قالوا إن آزر ليس أبا إبراهيم لأن إبراهيم من أجلال رسول وكيف يكون أبوه كافرا ولهذا قالوا إن آزر ليس أبا إبراهيم وأما أنا وبعض إخواني طلاب سمعنا أيضا من عالم آخر يقول إن آزر هو أبو إبراهيم الذي ولده وقال إن في القرآن آية تدل على ذلك وهي وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ولذلك أرجو منكم بيانا واضحة لتطمئن قلوبنا لأننا طلاب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآبه وصحبه وبعض إن الحق هو ما ذكره العالم الثاني من أن آزر هو أبو إبراهيم لقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلها وهذا نص قطعي صريح لا يحتاج إلى اجتهاد وردح ذلك الإمام المجرير وابن كثير أما الحديث فذكر السيطي في الجامع الصغير عن علي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت من مكاح ولم أخرج من سفاح من لد آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء رأوه الطبراني في الأوسط وابن عدي وقال الهيثمي فيه محمد بن جعفر ابن محمد صحح له الحاكم وقد تكلم فيه وبقية رجاله ثقات فالحديث يفيد طهارة سلسلة نسبه صلى الله عليه وسلم فقط ولم يتعرض للكفر والإسلام في آبائه ولا يلزم من كفر آزر أن يكون مكاحه سفاحة وعلى فرض صحة الحديث المذكور لا يلزم من كون آزر كافرا أن يكون مكاحه سفاحة وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقل والغنم حرمنا عليهم شخومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ما معنى هذه الآيات الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قال ابن جريب رحمه الله في تفسيره يقول جل ذكره وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر وهو من البهائل والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والإواز والبط قوله ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شخومهما اخبر سبحانه أنه حرم على اليهود من البقر والغنم شخومهما إلا ما استثنه منها مما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم فكل شحن سوى ما استثنه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرما عليهم وأما قوله تعالى إلا ما حمل الظهورهما فإنه يعني إلا شخوم الجنب وما علق بالظهر فإنها لم تحرم عليهم وقوله أو الحوايا جمع حاوية وهي ما تحوي من البطن فاجتمع واستدار وهي المباعر وقوله تعالى أو ما اختلط بعظم وإلا ما اختلط بعظم فهو لهم أيضا حلال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما تفسير قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أذكر الله تعالى أصول الإسلام في الآيتين التي قبل هذه الآية فقال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعديلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ثم عمر سبحانه باتباع هذه الأصول في قوله وأن هذا صراطي مستخيما فاتبعوه ونهى عن اتباع السبل أي طرق المخالفة لسبيله وبين أنه من اتباعوا غير صراطه وهديه الذي شرعه لهم تفرقت بهم السبل وضلوا عن سواء السبيل وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فيما راه الإمام الحاكم وأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخطع يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال الحاكم صحيح ولم يخرجاه رواه النسائي والتلمذي وعن النواسي بن سمعان رضي الله عنه وقال التلمذي حسن غريب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة التوبة سؤال لماذا لم تدع سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عسوله وآله وصحبه وبعد السبب في ذلك ما رواه أحمد وأهل السن عن ابن عباس رضي الله عنه قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثان وإلى براءة وهي من المئين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعت منهما في السبع الطوار ما حملكم على ذلك فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العبد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتبه فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر كذا وكذا وكانت الأمثال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها وخشيت أنها منها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبيننا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لماذا لم تبدأ سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اختلف في سبب ذلك فروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قلت لعثمان رضي الله عنه ما حملكم إلى أن عملتم إلى الأنثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتمهما في السبع الطوال فما حملكم على ذلك قال عثمان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فأقول ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنثال من أوائل ما أنزل وبراءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة لقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها وظمنت أنها منها فمن ثم قرمت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وخرجه أبو إيسى التنذي وقال هذا حديث حسن وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سألت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما لم يكتب في براءه بسم الله الرحمن الرحيم قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءه نزلت بالسيف ليس فيها أمان ورؤي معناه عن المبرد قال ولذلك لم يجمع بينهما فإن بسم الله الرحمن الرحيم رحمة وبراءه نزلت سخطة ومثله عن سفيان قال سفيان بن عيينة إنما لم تكتب في صدر هذه الصورة بسم الله الرحمن الرحيم لأن التسمية رحمة والرحمة أمان وهذه الصورة نزلت في المنافقين وبالسيف ولا أمان للمنافقين والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه الصورة قاله القشيري انتهى من تفسير القرطبين لأول سورة براءة بتصرف فارجع إليه وإلى تفسير ابن كثير لسورة براءة إن أردت التوسع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سور القرآن الكريم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم على كل منها لماذا لم تبدأ سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم وما سبب نزول تلك السورة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة أن الصخابة رضي الله عنهم لم يكتبوها في أولها في المصحف الإمام واقتدوا بأمين المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد أخرج التلمذير في السنم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثان وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرة بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال ما حملكم على ذلك فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه الصور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا وإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأمثال من أوائل ما أنزلت بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظلمت أنها منها فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبيننا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطوال وأما فيما نزلت سورة براءة فقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن أول هذه الصورة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج ثم ذكر أن المشركين يحطرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك وأنهم يتوفون بالبيت عراه فكالها مخالطتهم وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا وأن ينادى في الناس براءة من الله ورسوله كما أنها نزلت في شأن المنافقين فضيحة لهم وكشفا لأسرارهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الوجه الثاني يبدأ حلا سؤال في القرآن كل سورة تبدأ ببسم الله إلا سورة التوبة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يذكر في أولها البسملة لما روض أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال ما حملكم على ذلك فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها وخشيت أنها منها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال سؤال على من أنزل الله سورة التوبة وما أسباب نزولها جواب لم تنزل سورة براءة جملة واحدة بل نزلت على فترات لعدة أسباب فنزل أولها حينما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وهم بالحج وذكر له أن المشركين يحضرون عامهم هذا على عادتهم في ذلك وأنهم يطوفون بالبيت عراه وكره مخالطتهم وبعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا وأن ينادي فيهم براءة من الله ورسوله فلما توجه إلى مكة أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ورد في سورة التوبة قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم الآية المطلوب تفسير الآية الكريمة وكيف طريقة الإعراب عند النحوين وأن يكون ضمن الجواب إعراب لأنها لازم لكل إنسان لا يلم بقواعد النحو وأنا في مجال النحو المبتدئ ولا أكاد أحفظ الأجرومية أفتونا مأجورين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يقول تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر وأفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها تؤدى فيه كثير من مناسك الحج من رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة مع ما يتبع ذلك من ذكر وتكبير ونحو ذلك وقوله أن الله بريء من المشركين أي أعلم الناس وأنذرهم يا محمد أن الله بريء من المشركين وأن رسوله كذلك بريء منهم فرسوله في الآية مرفوع قطع ونقلا عن القراء بالعطف على الضمير المستتر في بريء وتقديره هو يعود على الله سبحانه وهذا هو معنى ما قاله ابن كثير عن الآية وغيره من علماء التفسير سؤال ما تفسير قوله تعالى في الآية السبعين من سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا جواب الورود في الآية الكريمة هو المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم فقد دلت الأحاديث والآثار الكثيرة على أن الصراط ينصب على جهنم ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم ونوصيك بمراجعة تفسير ابن كثير في ذلك لمزيد الفائدة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة هود سؤال إن النبي لوطن عليه السلام كان يقصد بذلك تعالوا وفعلوا الفاحشة أي الزنة مع بناتي من صلبي وإنما ورد عن المفسرين من تفسير الآية أن لوطن عليه السلام أب لجميع المؤمنات وأنه كان يقصد الزواج الشرعي يخالف ظاهر سياق الآية ويعلل ذلك بأن الزنة أقرب إلى الفطرة من اللواط وأقل شذوذة وبالتالي درءا لأعظم المفسدتين وهو اللواط بارتكاب أقل الضررين وهو الزنة حسب القاعدة المشهورة فما قولكم في هذا التفسير والحكم على الشخص جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المراد بجملة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ندب هؤلاء الكفار إلى التزوج بالنساء ووطئهن في الحلال سواء كن بناته أم بنات قومه فإن بنات قومه بناته حكمة لكونه رسولا إليهم واجتناب اللواط والاعتداء على ضيف لوط بالفاحشة وعلى كل حال لم يرد الإذن لهم في الزنة ببناته ولا ببنات أمته فإنه من كبائر الذنوب في جميع شرائع الله تعالى فينزه النبي عن الإذن فيه ومن قال إنه أذن فيه لأنه أخف من اللواط فقد أخطأ وغلط غلطا عظيما وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة يوسف سؤال بعد الاطلاع على تفسير القرآن لابن كثير وأيضا الجلالين وجدت في تفسير سورة يوسف أن إخوة يوسف قد باعوه ولكن توجد مجموعة كبيرة من المسلمين هنا تعارض ذلك وتفيد أن إخوة يوسف لم يبيعوه أرجو الإفادة بالحقيقة وأيضا إفادتنا بالكتاب الذي يوضح هذه القصة على الحقيقة لكي أشتريها ولكم جزيل الشكر والاحترام وجعلكم ذخرا للدين وللمسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الصحيح في تفسير هذه الآية أن السيارة الذين وجدوا يوسف عليه السلام في البئر هم الذين باعوه كما يفهم من السياق ومن ظاهر القصة وهذا قول قتادة وغيره لا إخوته وقد ذكر هذا القول عدد من المفسرين منهم القرطبي وابن الجوزي وابن كثير وابن الجرير وغيرهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عاد الإمام من مصر بعد زيارة لابنه وقال بأنه جالس العلماء هناك ولاحظ بعض الأخطاء التي يقع فيها ومثل لذلك أن في سورة يوسف قوله تعالى وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا أنه كان يفكر أن المقصود بذلك همّت به وهمّ بها في عمل الجنس الذي يقع بين المرأة والرجل ولكن فهم في مصر من العلماء أن المقصود غير العادة الجنسية فهل هذا صحيح علما بأن الآيات تدل أن المقصود هو عمل الجنس لولا أن رأى برهان ربه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الصحيح من أقوال العلماء في ذلك أن الهم الذي وجد من يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو الميل الجنسي الطبيعي الذي يوجد مع أي إنسان عند وجود سببه وقد صرفه الله سبحانه وتعالى عنه بقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولا يجوز صرف الآية عن ظاهرها إلا بدليل وليس هنا دليل فيما نعلم يجب صرفها عن ظاهرها والهم بالسيئة لا يضر المسلم إذا لم يفعل بل يكتب له بذلك حسنة إذا ترك الفعل من أجل الله كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الحجر سؤال ما هي السبع المثاني في القرآن الكريم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المراد بالسبع المثاني في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سورة الفاتحة لما روه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة النحل سؤال صار نقاش في تفسير الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمنا من قال هي عامة في أمور الدنيا والدين ومنا من قال هي خاصة في أمور الدين من كل فرائضه وسننه فقط نرجو توضيح الجواب وجزاكم الله خير جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يطلق الذكر على القرآن كما في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وفي قوله وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ويطلق على اللوح المحفوظ كما في قوله ولقل كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون فالزبور الكتب السماوية والذكر هو اللوح المحفوظ فحكم الله تعالى قدرا وشرعا بأن الصالحين هم الذين ينصرون في الدنيا والآخرة فلهم السعادة في الدنيا والفوز بسكن جنات النعيم في الآخرة ويطلق الذكر على الشرف والرفعة وعلى ذكر الناس لربهم وذكر الله لهم إلى غير ذلك من المعاني التي تبين لمن تتبع آيات القرآن ولغة العرب ذلك كله لكن المراد بالذكر في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر سورة النحي وفي قوله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين سورة الأنبياء المراد في الآيتين الكتب المنزلة على الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الذكر من نزلت تلك الكتب على رسولهم كليهود والنصارى والمأمور بسؤالهم المشركون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين أنكروا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لكونه من البشر والرسل إنما تكون من الملائكة ليبين لهم أهل الذكر من اليهود والنصارى أن من سبقه من الرسل إنما كانوا من البشر للملائكة ويرى أن هاتين الآيتين وإن نزلت في أمر أولئك المشركين أن يسألوا أهل الكتب السابقة عن رسولهم ليتبين لهم أنهم من البشر فهما دالتان على أمر كل من يجهل شيئا ينفعه أن يسأل عنه أهل العلم به ليستفيد ما يعود عليه بالخير وينهض به في دينه ودنياه فيدخل في ذلك شؤون الدين أولا وما يحتاجه من شؤون دنياه التي لها تعلق بالدين فإن المكلف مأمور أن يعمل لدينه ودنياه وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الإسراء سؤال وجدت في المسجد مصحفة ووجدت تسمية لسورة الإسراء غير التسمية التي يعرفها وهو تسميتها بسورة بني إسرائيل ويسأل السائل عن صحة هذه التسمية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل تسمية صحيحة ومعتبرة لدى أهل العلم وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تفسير الآية في سورة الإسراء فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم إبادا لنا أولي بأس شديد هل هي خاصة بالمؤمنين أم هي عامة وهل وقعت أم لم تقر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أخبر الله تعالى بني إسرائيل وبين لهم في الكتاب الذي أنزله إليهم أنهم سيفسدون في الأرض ويتجبرون فيها ويطغون على الناس مرتين فإذا وقعت الإفسادة الأولى منهم سلط الله عليهم جندا من خلقه شديد البأس ذوي قوة وعدة وجبروت فتغلبوا عليهم وتملكوا بلادهم وجاسوا خلال ديارهم وساروا بين بيوتهم عقوبة لهم على طغيانهم وكان ذلك من الله تعالى قضاءا مبرما عدلا من الله وحكمة حتى إذا تاب بني إسرائيل وأنابوا إلى الله جعل سبحانه الكرة لهم على هؤلاء الجبار وأدى لهم ونصرهم على عدوهم واستردوا منه بلادهم وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا جزاء لهم على توبتهم وإحسانهم رحمة من الله وفضل فمن أحسن فله الإحسان ومن أساء فعليها فإذا جاء وعد الآخرة فوقعت منهم الإفسادة الثانية طغيانا وتجبرا سلط الله عليهم من يسومونهم سوء العذاب ويدخلون مسجد بيت المقدس كما دخلوه أول مرة ويدمر ما شاء الله أن يدمروه جزاء وفاقه بطغيانهم وإفسادهم في الأرض وعدل منه تعالى وحكمه قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أخبرهم سبحانه بأنهم إن عادوا إلى الإفساد جازاهم من جنس صنيعهم وزيادة في الفائدة ننصح لك بقراءة تفسير ابن كثير رحمه الله للآيات المذكورة من سورة الإسراء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في سورة الإسراء الآية رقم ثمانية وخمسين قال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا هل يقصد الله بالآية الأقوام السابقين أم الوقت الحالي أو كل القرى في كل الأوقات جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الآية تعم السابقين واللاحقين ممن يرتكبون ما يجب الهلك فالمعنى والله أعلم وإن من قرية ظالمة يوضح ذلك قوله تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولًا وقوله وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَ الظَّالِمَةٍ الآيات وقوله تعالى بعد خبره عن إهلاكه بعض من سبق من الظالمين وما هي من الظالمين ببعيه يده وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الكهف سؤال لاحظنا في كتاب أوضح التفاسير لابن الخطيب في سورة الكهف في تفسير الآية الأشرين في قوله تعالى وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره على قوله تعالى قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين أحدهما أنهم المسلمون منهم والثاني أهل الشرك منهم فالله أعلم والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما فعلوا انتهى كلامه والصواب أنهم مذمومون بذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله وفي صحيح مسلم عن جند بابن عبد الله البجري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك والأحاديث في ذلك كثيرة ومما تقدم يتضح للسائل أن ما ذكره ابن الخطيب في تفسيره أوضح المسالك من تجويز اتخاذ المساجد على القبور خطأ عظيم مخالف لما دلت عليه الأحاديث المذكورة وغيرها ولما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان من تحريم اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها لما في ذلك من التشبه باليهود والنصارى ومن سلك مسلكهم ولأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك الأكبر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو التفسير الصحيح لقوله تعالى وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد التفسير الصحيح لذلك وأن الله تعالى ذكره يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا واتبعوا أهواءهم يا أيها الناس هذا الذي أتلوه عليكم هو الحق الذي أنزل علي من ربكم وإليه التوفيق والخذلان وبيده الهدى والضلال يهدي من يشاء منكم للرشاد فيؤمن ويضل من يشاء عن الهدى فيكفر ليس إلي من ذلك شيء ولست بطارد من أجل هواكم أحدا ممن كان للحق متبع وبالله وبما أنزل علي مؤمنا فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فكفروا فإنكم إن كفرتم فقد أعد الله لكم على كفركم به نارا أخاط بكم سرادقها وإن آمنتم به وعملتم بطاعته فإن لكم ما وصف سبحانه لأهل طاعته وليس المراد من هذا إباحة الله تعالى الكفر لمن شاء والإيمان لمن شاء وإنما هو تهديد ورعيد وقد دل على هذا ما ذكره تعالى بعد في ختام هذه الآية من توعدهم بالعذاب الشديد وما جاء في الآيتين بعدها من تبشير المؤمنين بجنات النعيم أرجع إلى تفسير الإمام بن جذير طبري رحمه الله لهذه الآية والآيتين بعدها من سورة الكهف أو تفسير ابن كثير لها وفيهما الكفاية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يتضمن أن المستفتي يذكر أنه يقرأ القرآن من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسراء وهو في عافية فإذا بدأ في قراءة سورة الكهف مرضى وأغمي عليه فلا يفيق إلا بعد سبع ساعات تقريبا وإذا أفاق قرأ سورة مريم حتى سورة الناس ولا يصيبه شيء إلا من قراءة سورة الكهف فلذا ترك قراءتها مدة ثلاث سنوات ويسأل هل عليه في هجرها إثم أو يجوز له أن يتركها وكيف يحل مشكلته جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن كلام الله تعالى فيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور من قرأه بإخلاص وتدبر آياته وعمل بما فيه من أحكام آتاه الله بصيرة في دينه وقوة في يقينه ودفى عنه كيد الشياطين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه عند النوم بقراءة السور الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يقرأهن ثلاث مرات وينفث في كفيه عقب كل مرة ويمسح به ما وجهه وما استطاع من جسده وشرع لأمته قراءة آية الكرسية عندما يأخذ المسلم مطجعه ليكون ذلك حفظا له من الشيطان حتى يصبح وقرأ من رقى بالفاتحة لذيغا من زعماء الكفار وكان في هذا شفاءه وشرع لأمته الرقية بالقرآن عموما وبالجملة فالقرآن كله خير وبركة وشفاء ولا يأتي الخير بالشر كما أخبر نبي صلى الله عليه وسلم وإنما يؤتى الإنسان من قبله إما من عدم إخلاصه أو سوء تطبيقه وعلى هذا فما ذكره السائل من إصابته بمرض أو ما يغشاه عند تلاوة سورة الكهف إما وهم فعليه أن يتقي الله ويدعى الأوهام وإما حقيقة فهو مس من صفهاء الجن ونزغ من الشيطان يكيد به لقارئ القرآن عموما ولقارئ سورة منه ليحمله على ترك قراءته أو ترك قراءة السورة التي أصابه عند تلاوتها فإذا ترك قراءة السور مثلا فقد غلبه الشيطان وظفر منه ببغيته وزاد في الكيد له حتى يستولي عليه ويكون من إخوان الشياطين الذين يمدونهم في الغير ثم لا يقصرون وطريق الخلاص من ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بإخلاص وصدق لهجة في اللجء إلى الله والفزع إليه ليحصنه من الشياطين وبذلك يكون من المتقين لا من إخوان الشياطين وقد أرشدنا الله إلى ذلك في عموم قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغير ثم لا يقصرون فعليك أيها السائل أن تستعيذ بالله من الشيطان عند بدء قراءة القرآن عموما مع إخلاص وضراعة قلب وصدق في الالتجاء إلى الله ولا تهجر سورة الكهف ولا غيرها لما أصابك فإن في مخالفة الشيطان وما يلقيه في القلب من وهن ووساوس وأوهام كبتا له وإحباطا لكيده وأبشر بأن الله معك فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الخامس والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش لازلنا مع التفسير وله بقية على الشريط السادس والأربعين ترجمة نانسي قنقر